السلام عليكم الأخبار بسم الله الزعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير المعلم يا ناس خيري محمد رب الشح لي صدري واسل لي أمري وحل العقودة تأمين لي سعني فقه قولي مع أكتر شابتر مش صعب بس مليان كبير حبيتين ودو صعبته فنامل إيه بس حض الكتابنا ونطوضي قابليها ولو ما زعل حد من بي تروح صالح لم زعله نحاول تعمل كل حاجة كويسة في حياتك كمام بس وإقرأ آية الكرسي سوية للأخلاص أم وعسين يقول لنا توقع الله يلا بسم الله بيقول لك إيه البلد طب نحن عارفين اسم البلد أكيد دي تأسيمة كيك احنا هنتناولها كلها أصنع فأنا مش هشرحها بيبدأ يتكلم معاك هلناليا بالقلم في وظائف وظائف البلد وكده فييجي يقول لك إيه أن هي عندي ثلاث وظائف رئيسية اللي هما والله النقل الدفنس اللي هو زي ما نعود دفاع وكده التنظيم يعني طب لو نقل هنقول إيه والله لو نقل هيكون مسلا ثلاث كده تمام خط مناسب لو نقل فأنا هنقول الأكسجين من الرئة للخلايا واخد ثني كسود الكربون من الخلايا من الخلايا للرئة أو من أنسجة للرئة عادي عاملية آآ تبادو الغاز وكده آآ أو والله هنقول إن الغزاء آآ نيوترنت الغزاء زي جيليكوز مثلا العمين واسد أو هرمي الفضلات أو اللي هي النفايات اللي خلصت منها في الخلية يعني وكده أنا هعملها تخلص وبس تخلص من النفايات وكده أو منين من الغدة اللي بتطلع منها الهرمونات لحد المكان التارجت المكان الهدف وفيه شطر كامل أو فيه في العقاس هلي كمان الهرمونات إن شاء الله يعني إن أحيانا الله آآ بعدين آآ الحرارة يعني الحرارة والله أخذ الحرارة من الأعضاء الداخلية وطلعها للجلد تمام وده بيساعد على ايه تنظيم الحرارة والكلام ده طب ماشي الكلام ده ايه الكلام ده كله في دفاع عندي خلايا اللي خلايا الدم البيضة ودي هنتكلم فيها بصفادة فهم في بلد برضو يعني دي معنى في بلد وعندنا وهكنا معنى أحابة نكون في بلد وستة اكيد اكتميت عنها في في المايكرو مسلا مايكرو ايه الكلمة دي مبلغش عاية خلاص لك ناسفين اه تنظيم هننظم ايه والله يمكن يوظم المية او توازم المية في الجسم القلوية الحموضية بتاعت الدم اه في الدم يعني اللي هي المعادن تمام ان كان اللي يفادة كله تافئة اصلا دي تعتبقى مقدمة يعني مش حاجة تعني ابدأ بقى الجد من اول البلازمة بيلاك في البلازمة بصوا الارقام فاصلا مش اشرح ارقام لان الارقام ارقام مفاش شرح يعني مفاش شرح يعني مسلا بيلاك الالبيومين هي فيها ايد البلازمة تكون من او فيها بيوتينات الالبيومين اربعة ونص الجلوبيولين اتنين وسبعة من عشرة الفيبرونوجين اربعة من عشرة فمفهمش شرح فاهمني فاهمش يعني احفظهم مو ادونش ان هو هيس على الاسئلة يعني هيس على الاسئلة على الارقام هو عادي انفخك هينفخك يسألك في الرقم شوفك ناس ولا النفخة هنا سهل خاص في الفيسولوجي فسحفظهم للإحتياط اللي هو ايه اللي هو اماكن اللي بيطلع منها البلازمة بروتين اللي هما ايه باسمة بروتين دول اللي هما والجلوبيولين والفيبرونوجين تعمل ما والله طب والفيبرونوجين دول في في الكبد في في ايه ده طبعا حلو زي بعض دول زي بعض اذا ثانية كده منحوظ الاولى ان كلهم في منحوظ التانية ان والجلوبيولين في بس لكن في وفي اه ده يغضل المفامية وكده ايه ملحوظتنا هنا ان كلهم في لكن ودي ممكن تسأل فيها خلي بقى لك كانت سيئة مثلا ايه ان اه بص ممكن يجيلك السؤال ازاي السؤال مثلا يجي اسألك ان في قول لي صح ولا غلط غلط ليه هو تمام ممكن في قول لي لا مش قول لي ده في وفي اه تمام تمام اذا ده موضوع سؤال ايه فهم انه هيرع في حتة دي تمام هنكتب ولله هنكتب عشان ناخدكم كالعادي يعني اللهم لك الحمد لك الشكر الحمد لله موضع سؤال لا ولو هيجي سؤال في الاغلى بقى توقعه يجي ايه تعادل كده تمام ماشي يا دكتور يقول لك كمل فانكتب لازمة بروتين ثاني احنا عرفنا ايه رقم واحد ايه هما بلازمة بروتين اه عرفناهم عرفنا النسب عرفنا النسب عرفنا هما في الاماكنهم عرفنا في الاماكن بتخلقوا فيها طب ايه وظيفتهم يعني هو ايه اللازمة بتاعتهم والله بيبدأ معي قول لك ايه رقم واحد من بلازمة قسماتيك اللي هي ايه اللي هو ضغط الاسموزي فاك الضغط الاسموزي زمان لما كان يسم لك اللي هو الملح والانتقام من التركيز مش عرف الاعلى لكزا والمية تحب الملح والكنام اهو ده ضغط الاسموزي تمام بيقول لك اي فيه بيقول لك فيه والله ان الكنام ده بيحصل اه من مليء الكنام ده بيحصل بشكل رئيسي فين في الكنام 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 احد اه اذا من الكنام الكنام هو الشكل الرئيسي بس هو بشكل ايسي بيحصل فيه الكلام ده بيحصل فيه اللي هو تنظيم الضغط الاسموزي والكلام ده ماشي باكده بيقول لي والله ايه باكده بيقول لي وهو من خمسة وعشرين لتعاتين ملي متر زائب ماشي طب ده في ايه ثانية ثانية احنا في المهم الاولى لوقت احنا في توقع او في الفانكشن الاولى ده مهم التنظيم بتوين قط والريط مهم التنظيم اللى التبادل المية بين دم والانسجة وبالتالي هيحصل ايه ثانية اه لما انا اعرف Turtle المية اللي بتتبادل بين الانسجة والدم هقدر انظم كمية الدم ذات نفسها. تاني تاني. لما هعرف انظم المية اللي بتروح من الدم من الانسجة العكس. يعني ما تروح من الدم الانسجة اللي هو بيحصل تبادل. لما اعرف انظم المية دي هعرف انظم كمية الدم. خلاص خلصت. السؤال هنا اتوقعه فين? يعني انا مسلا توقعي. بس ممكن يجي عكس انا رأيك يجي عكس التوقعي عن ده خالص ماش معاني متحان. ما توقعش ان هو يسع الفو نقطة ثانية ايه ده كده؟ تمام ما توقعش ان هو يسع الفو نقطة دي. ما توقع حاجلش. تمام? ام ما توقع ايسع الفو نقطة دي طبعا طبعا طبعا. يجيب لك حاجة هيجيب لك زي السؤال بقى. يها يجيب لك السؤال كله كان بص الصوت حدا كله ييجي 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 كله. بس لاني تيجي كلمة دي. يعني بص هو هتيجي الكلمة دي. لازم نمسح كده وننظف ونشتغل براحتنا. هتيجي سيدي ونغير اللون كده. هتيجي الكلمة دي. بيجي معها اللي هو بس صوت اللي هيجي ودي مش هتيجي خلص. هكون في الاختيارات. تمام? وهتغضط فيها. ليه? لان هيجي يجيب لك كمية بازمة بروتين. وممكن كمان يجيب لكش كمية ميلي. يعني بس هيجيب لك البيونين. الجليبولين الفيربوليونجين. ولا اولف زباف. انطمحنا وضعنا عهد على نفسنا. انه عهد من السنوية العامة. ايه العهد بتاعنا? رقم واحد. في السنوية اي حاجة نتعرفاش في العربي استعرار المكنية. هيا وهي طلع صح استعرار المكنية. طب في الكلية اي حاجة نتعرفاش اولف زباف. جميع ما سبق. طب فالصح هو غلط. صح لان غلط مش سكتنا. فاحنا واضعين معتقدات كده. فالمعتقدات دي كلها غلط. والدكاترة في الاغلب عايفين المعتقدات دي. فبلعبوا عليها. تمام? دكتور الشرير يعني. صح دكتنا ايه? يعني دكاترة في مادة دكاترة كويسين ان شاء الله. بعدين ايه ماشي? قلناها. اللي هو اه دي الوظيفة الاولى وظيفة التالي طب دي وظيفة اللي يكون له علاقة بالمناعة او وظيفة دفاعية الدفاع للدفاع عن الجسم. ازاي? اسعي لين فوق بحاكتين. طب ماشي. ليه طب خليك يا في الانتباضي. بيقولك من الانتباضي بشكل رئيسي حيسمها تحفظ دي? دي. طب دي لي تعمل ايه? والله دي ليه اهمية جبيرة خالص في حماية الجسم. تحمي جسم طب من ايه? تحمي جسم من الفيروس او من من البكترية او من اي شيء سام او من السموم عن مثل. يعني مؤمن السموم. دي وظيفة دفعية. اه دي وظيفة دفعية. الوظيفة اللي بعدها اللي هو معناها ايه? اللي هو التكوين السمودة. الجلطة بلا. تكوين الجلطة. فبيقول لك ايه فيها تكوين الجلطة? بيقول لك والله ثانية ثانية. اليوم تجميع محترم ما دهو في الاخر. تركز ثاني ودي موضوع سؤال. اللي هو يسألك في ايه? ايه هو العلاقة بالكوين الجين. الفيبون الجين. الفيبون الجين. طب ازا دي موضوع سؤالة دي موضوع سؤالة. واللي ليه علاقة بالضغط الاسموزي. اه? العلبيومين. حلو. هنجمعهم ان شاء الله. تمام? بس اضطيش هنجمع. ممكن نجمعهم عالجلوب. هنجمعهم نكون كيف ريكورد عالجلوب. دي تي. انا انت ذكرت يعني ان شاء الله. اه ماشي. اه ماشي خالص هي دي الفكرة ان بيلعب دور مهم في الجلط خالص تحفظهم وده اللي هتحفظهم. العنوان وكمة فيبون الجين. اللي هي ايه? اللي هي الزوجة. الزوجة الدم. ماشي بقية بيقول لك زي الزوجة الدم برضو زي معنى ايه تاني عزيزة اجيل لك معنى انا بس بالعامية اللي هو ايه اللي هو العسل مسلا عاي في العسل. عايب العسل في طبق مسلا بص العسل هو نسل نسل تقيل شوية اه تحس ان في حابة اللي زوجة كده. حابة اه هي دي. تمام? يعني انت لما تجد كبه الدم مش هتلاقي الدم عمز كوبية المية. اكيد ليه لزوجة معينة انت لما تجد كبه كوبية المية كوبية عسل. اه وعسل يعني في طبق. كوبية المية تنزل في ثانية. العسل ليه ينزل بالراحة. هي دي اللي زوجة تعتبر او فكرة فكرة عامة شانت تفهمها يعني. في بيقول لك ايه بيقول لك ان هو ايه الفيبرونجين ده شكل اساسي بيدي اللي زوجة للبلازمة. ماشي وبعدين بيحصل ايه? وده حاجة مهمة خالص ان تعمل تنزل هي تحافظ على ايه? على على مقاومة الدم او اللي هو مقاومة ايه المقاومة دي? لما حاجة بتنزل براحة دي كده كده في مقاومة. اما بتنزل بسرعة فيش مقاومة ننزل بسرعة. بيتحافظ على المقاومة دي. اللي بيكون في الشرايين بتاع الضغط الدم. تمام? اللي هتفهمه او اللي هيسأل فيه من وجهة نظر توقعي. الكلمة دي والكلمة دي. تمام. الكارز اللي هي بتشيله او اللي هو ايه? الحاملات يعني الحاجات اللي بتحميلها. او اللي بيحميلها بزمة بروتين بتشيل ايه? تمام. بيقول لك والله ممكن تشيل بزمة بروتينة اللي هي بتحمل يعني الهرمونات والمتال ايونز. الي هي عيونات المعادن والفاتي اسد والامانو اسد. والدرجس والادوية. تمام. رقم اه كان بستة اللي هو تعادل بتاع الدم. تعادل مع الالقائق. تعادل تمام. بيساعد في يعني اللي هو بيحافظ عبدالله على البي اتش. تمام. بيقول لك انا ايه? باكيه المسال. تمام? ون ايه بروتين. يديك ايه الكلام الغريب ده. بيقول لك انا ما اضيف حمض على سبيل حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده بيكون فين? في اثنان التامية العضلي. يعني اثنان التامية العضلي بتكون حمض اللاكتيك. وده بقى سبب كأنه اجهات العضلي للعضل يعني. تمام? ماشي يا سيدي. دي معلومة من اضون من قولة سنوار. اضون وقولة سنوار على اعتقل. بكيه كريبك معادلة. المعادلة كلها في ان حمض اللاكتيك معها بروتينات استوديوم هيديني اللاكتات استوديوم اللي هيدي ايه لاكتات? وهيديني حمض بروتينيك. تفهم ايه? بتفهمش حاجة. انا مساعدة مش شايفش. عادة طلع معلومة من هنا مفيدة مش مطلع معلومة مفيدة. هي مكتوبة كده خلاص. هي الكلام اه كلام صحة كلام مفيد بس انا عادة طلع معلومة اللي هو ايه? زي بصوا زي كده شايفيني الكلام? باخد كلمة. باخد كلمة ودي كلمة. اه ده اللي انا عايز اعمله بس انت تاخد شو ايه? تاخد بس المسال تاخد ان اه حمض لك تيك. اه 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 افهمه. كان فين? كان في البفر. طب البفر دي بتعمل ايه? يعني يمكن يجيب لك سؤال? اه السؤال اللي هتوقعه لا خلاص. الهم وصل الحمد لله. السؤال اللي هتوقعه ايه? يجيب لك في البلد. بط اللي هو ويجيب لك اختيارات كزا حاجة من دول ونحط لك منهم اي حاجة. هي الاجابة هتكون دي. تمام. طب نفس الفكرة كديب لك في في اللقاء اللي هو في يعني لو انت هتضيف قلوي. وهاكيب لك اعساب ليهم مسال مسلا كديب لك برضو معادلة يعني. كديب لكش انا مسال. كديب لك اللي هو ايه او اتش هيدوكسو الصوديوم. بروتينيك اسد. حمد بروتينيك. هيديني ان اي بروتين. اه بروتينيك السوديوم. وهايديني مية. ماشي. شكرا. اه اعرف ها برضو يعني مش انا قلت شكرا فخلاص. اربعة اللي هو ايه? اللي بيشيده السي او السي او تو. اللي هو اللي بيشيده سينكتوني الكاربون. بس خلاص. كديب لكش حاجة تانية عليها. رقم تمانية الكابري اه بيميدي اللي هو اللي هي ايه اللي هي تنظيم نفازية الشعارات الدموية. سانية سانية. ايه النفازية? او انا وانا عندي انا عندي حاجة هنا. حاجات هنا كده كده. تمام? وانا عندي حيطة هنا. تمام? بس الحيطة محترمة يعني. حيطة بصتو ازاي حيطة حيطة. فينفع الحاج يتعدي ان هتعدي ان هتعدي صعب وخالص. طب انا شلت الحيطة كده وعطيت اه ورقة. اه دي سيدي الورقة. ان هتعدي لا انت هتلاقي بوقع هتلاقي نص الحاجات دي هنا. ونص التانية اختفى من هنا. اه. هي عدت هي نفزت. اه نفزت. ازاي في نفازية في نفازية. في اللين نفازية. مسلا قولوا ان الورقة مسلا مخرومة. فهي بتدخل ايه? فهي بتدخل كده. اه الخرق اه الاخرام دي? وهي الاخرام دي اللي اسمها مسلا مسلا مسام اه اسمها مسام. مسام فين? احنا مش بتكلم اشعار الدموية اكيد مسام فيها. حلو. فبيقول لك ايه فيها الكلمتين? اللي هو بتاعها يعني. اللي هو اه سد المسام. منك سد المسام. تمام? اه بس رقم تلات تسعة. ده اللي هو احتياط نظام الغذائي يعني. اه ده وده بيكون امتى بيطلع نظام الغذائي والكلام ده او بيتستخدم هيك احتياط نظام دي ومع الكلمة دي. حتى هو والله يعني شوف عامل لك ايه? دي اسود اسود خاص والاسود خلص. اللي هو حالة المجاعة. حالة اللي هي خلاص المجاعة. اه وده عام الترسيب. وده ليه كلام لوحدي كبير بس مش عايز اصطفيل فيه بصراحة. ممكن ابعث لكم بصوا. ممكن ابعث لكم في حتة تعامل الترسيب دي. عالجروب. عالجروب تاع القناة ان شاء الله. ليه? اني دي فيها حتة هي تطاومش عليك. فهيوسة معك المعلومة. ايه عامل الترسيب ده? الخلاص بتاعته يعني ايه? حتى ما بعتش الريكورد. انا لو بعمل تحليل مسلا للدم. تمام? فانا قلت لكم ان الدم بينزل. وقادي امبوبة لاختبار اهو. تمام? فانا قلت لكم امبوبة اسبقى لا ايه ده? فانا قلت لكم ان الدم اهو بينزل كده. طبعا امبوبة مفوتكم من زرق او الدم احوالة بس مفيش مشاكل. بينزل كده. فانا ضبطت الساعة بعدها بشوية مسلا لا فهو بترسل بعامل معين او في وقت معين. اه فانا قلت سيبدأ استنى 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 استنى. فانا هو ينزل بياخد وقت. او بيحصل عاملية الترسيب بتاخد فترة معينة. فالسلسة لو ينزل بسرعة خلص لا الشخص ده ده كان فيه سيولة في الدم ايه ده? قلنا الدم بينزل ده مية مش دم. خد بالك فاللي هو يعني نبزة بسيطة 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 مش دي الشرح الاساسي بتاعها يعني لسا فيها كلام. فاحفظ طبعا دي اختصارة بلك ايه فيها دول ثانية كده ده ازاكر معنا للمرة الكام ده. والله انا شايف ان هو ازاكر معنا مرة في العامل. هو ازاكر معنا في قمش اطلع معك اطلع انت كابل معك. او ازاكر معنا مرة تالتة في كوت فرميشن. بزمتك مش اسألك فيها? انا معرفش بس انت بدماغك. انا مش بتوقع. بس هو بدماغك اسألك فيها اسألك كمان فيها. تمام. هو هنا. ماشي. فتح تركز. هم المسؤولين عن بتاعت اللي هو بتاع الاسر وكده. كده احنا خلصنا ايه. عشر. صح? كده احنا خلصنا خلص للفانكشن بتاعيتها. ندخل على. اول حاجة معنا احنا معنا ندخل لل. اه ليه لا مفيش سيلز. اه صح. شوف انا قلطت انه انا بقرأ والله. هنا قلت. بس هنا مش مكتوبة سيلز. تفتكوا ليه? هو مش مكتوب سيلز تمام? طب ليه شو مكتوب سيلز. اما احنا احنا اطلوب بنقول خلايا الدم الحمرة سانية بنقول ايه? لو الالم ما كتبش. تمام. احنا اطلوب بنقول خلايا الدم الحمرة اللي هي ايه? سيلز. طب هي ليه اسمها اسم ده غلط اسم ليه ده غلط? ان هي خليط دم زاد حمرة زاد نفسها يعني لو فردنا ان دي خليط الدم الحمرة. بيكون شكل لحد ما كده يعني. تيجي برضو من هنا تعمل ايه? تعمل نفس الكلام ده. دي خليط دم حمرة. طب ليه مش خلايا ايه مش خلية ليه? اي خلية لا بيكون فيها نواة من جوة. دي مفاش نواة بس هد الحوار. طب تمام فبيقول لك ايه فيها والله? بيقول لك اه رقم واحد الشيب ايه الشيب هنا عندي? الشيب عندي هنا والله اللي هو رقم واحد اللي هو الشكل بتاعها وكده. مالو اه هنا الشكل عندي سننا متحدد انا تمام. رقم واحد دائرية. رقم اثنين اه بايكون كيف. ايه بايكون كيف? اللي هي مقعرة بس من ناحية تاني يعني ازاي? هي ثانية هي دائرية. دائرية صح? ادي دا. ادي دائرية. بس هي ثانية مقعرة. يعني مقعرة يعني تحس ان ادي هيكون كده شكلها. هي دائرية اه بس ادي كده شكلها. وكمان مش كده كمان مخفوصة من هنا. اه تحسها متنية تانية كده. فكأنها مقعرة من ناحية. يعني دي مش دقيقة يعني الرسمة دي. بس ماشي اهو. تمام. اه بس لابد حكينا فيه برضو الهو ايه? مفهاش نواة. تمام. بعدين بيكون نازل يقول لك. بيبدأ معك في او في يعني العضو الطبيعي بتاعها. في الميل. في الزكور من اربعة ونصف مليون. طب وفي الاناس اربعة وتمانين معاشر مليون. طبعا عارفين ليه في الاناس طبعا عارفين ليه في ناس اقل. اكتر من سبب. الرقم منهم مسلا الدم يبينزل مع مع الدورة الشهرية. اه الدورة شاية بيكون اللوازين النزيف او دي كده. طب ما فيه دم يبينزل. ثانية ما هو دم اه فكده تلاقي نسبة هنا اقل. تمام. ايه بتاعتها. بيبدأ معك الكلام اللي هو وظائف المحتوى اللي فيها. والله يقول لك فيها ماشو بيعملي يعني. والله ده ليه وظيفة في اللي هي ايه اللي هي نائل اكسجين من اللي يتشو. وسنك سيدو الكربون يعني ايه سانية سانية. انا قدي سيني عندي مسلا لو افترنا اني ايه. ايه ناكترسم يا اصلا. اه ناكترسم الرئة. يعني لو افترنا باي اي 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 مساكلة خاصة اني هي دي الرئة. تمام? رسم ايه الرسم دي? ايه الرسم دي بس. ماشي يعني هي دي الرئة تمام? فانا ايه وصف ودي الهيموجلوبين فانا ادي العربية الهيموجلوبين. ادي ده الهيموجلوبين. تمام? فهلاقي اني مسلا هو بياخد الاسوجين. يودي لحدة هنا. بخده من ينشو خده من انسجه وقده من انسجة واده لرئة. وهو جاي ياخد سانية سوري القربون اللي عملته له. غلط مع العكس. ياخد الاسف ياخد اللي هو سانية سوري القربون يودي لي الرئة. وياخد مقام الاؤسوجين ويودي لي انسجة مع كزا. انت عظن فاهمها اكيد يعني. اذا مش عايز صغيش هاسم لك عربية واسم لكل الكلام ده. بعدين بيقول لك ايه بس. بقى كي بيقول لك اا. تمام. اا اا ده بايه وضيفته برضو بيكون امبردن في بتاع بتاع سي اوتو. تمام. اللي هو حمل سي اوتو. بقى كي بيبدأ يقول لك وظائف الفانكشن. اللي هي وظائف رقم واحد خدنا ايه عشان تفهم. وظائف المحتوى. خدنا دي بخدنا دي. رقم اتنين. وظائف اللي هو الجدار بتاعها. بيقول لك ايه في الجدار ده? والله بيقول لك ان بيسمح تلاو اا في. بتسمح القوات الدم الحمراء ان هتعدي خلالة شعارات دموية او عبرها الضيقة. ماشي. طب ده كلام ده ليه? والله بسبب بيقول لك. ايه اللي هي ده? ده اللي هي اا المونة بتاعتها. هي مرينة. ماشي. رقم اتنين اه دي مهمة. انت عارف لما عارف لما ايجي اقول لك مسلا انا قلت لك مسلا هي دي اا اه شكل كده مسلا. هي دي قواتي قدامي. طب هتعك افردها فانا هفردها تمام? افردولها معايا. يعني مسلا هدي امسك من اول هنا. وابدأ هبدأ افردها كده اشيلها كده. فانا هو بافرد بصها بسم الله. هفردها خط مستقيم. اه. اه. كده مسلا. يا خالد ده كله. طب وليه ما نخليها كده احسن? ازا ده بيوفر مساحة. اه. الان تاني بتوفر مساحة. زي مين? زي بقول لك ان دي ايه الملفوف على بعضه ده? دي ايه الملفوف على بعضه والكلام ده? لا. هو بقول لك فيه توفيل المساح. فيقول لك هنا ايه يقول لك ان التقعيرة دي. بتدي 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 مساحة كبيرة. مساحة سطحة كبيرة. تمام? وبتساعد ودي بتخليها تساعد في تباثه وغذاته كده. ماشي. رقم اربعة. الان هو سيمي بريمبول. ايه سيمي بريمبول ده? الان هو شبه نفز. مم. تمام? مالو? والله ده ينظم. بينظم ايه? يلبسج العبور بتعميم بتاع ديكتور رايتس. لو هنا نتكلم مسا عنا عم لحزة ايه مسلا. يعني داخل وخارج الخالية. في ركز حتي دي بقى. هي بتسمح. الاتش اسي او سري. اللي يعدي. وكمان السي او دي. لكن لكن لكن. ما بتسمحشي. دازن تقلقوا. ان ايه اللي يعدي? ان الهايدروجين. ان الهايدروجين والبوتاسمي عدوا. ما بتسمحشي. ركز في حتة دي ممكن ممكن يسألك فيها. معلش فاجأة الكنان بيختفي بس. ان هو في مشكلة برضو. هنحاول نحلها ان شاء الله. بس الحلوك كان مكتوب يعني. هنوصلنا لرقم اربعة. كان بيقع فيها. بيقولك ان هي بتحافظ على المحتوى. اللي هو ايه دي? هي ايه بس ايه دي شانت نكون نسيت? هنتكلم فين? في الوول. ماشي. بتحافظ على المحتوى اللي في في جواها. تمام? وبتعمل حماية او بتحمي انزيم. اللي هو ايه دي اسمي انزيم. ماشي. من هو يطلع ويتمي خسرته او يضيع في في اليورين. ماشي. ان دي بتاكت هيموجلوبين بتحمي هيموجلوبين انه والله بيقولك ده هي ادي كزا حاجة. رقم واحد. هي ادي والله ليه ايه بس بيتد? ايه بس بيتد? دي اللي هو بالعربي اللي هي ترسيب. يقدي ان هي تترصب. هو اللي يترصب. تترصب على فان? في الانابيب. الرينار اللي هي الانابيب الكلوية. الانابيب تبع الكلية. وتديني في اخر او ينتوج منها اا اسد هيمتين. حمض الهيمتين. ماشي. طب ده بيعمل اي يعني? ده بيعمل بلوكينج. ركز. بيسد. طب طب ما هيسد هو الانابيب الكلام ده. اذا مكن يحصل مشكلة يعني انقطع في البول. اا مكن يحصل انيوريا. ومكن يحصل فشل. اا مكن يحصل فشل كالوي. لو ايه? يونان فيرر. تمام. او كي بيقول لك والله. هي والبي كونفورتت انتو بيل بيجمان. اا خلي بيعمل ما ديه. اللي اا معناها اصباخ صفرا. صفرا. صفراوية. الفيزكوزيوتي هتزيد. يعني الفيزكوزيوتي ضاد الدم هتزيد. طب سعني يعنيwhen الفيزكوزيوتي مش مش عة قلنا ان هي اللذائجة? فاك اما قلنا عيباس العسط كان تقلي الدم. الدم هيتقل يعني ايه? يعني ايه. يعني انا قادي الدم ده الدم يا سيدي. تمام. فانا قادي الخلية. دي مسعا اللي هو بتاعت الدم البيض. وادي كمية الدم الموجوده. فمن اطلع مجلوبين يطلع. فهينزي هنا في البوصة هتلاقي الكمية بيه اتقل كده. اه فاكيني اللزوجة زادت. فلما اللزوجة تزيد باعت لما تزيد. ده بيخلي اللي هو الثاني لما دم يزيد مش القلب عشان يشتغل هيزيد. وبالتالي ممكن توصل لمرحلة فشل قلبي. انا عاوز بالله. تمام? بعدين بيقول لك ان ايه? اه ماشي بيبدأ يقول لك ان هو راح يتكون بتاعة الارب السيس وكده. فبيقول لك والله رقم واحد معي اللي هي في الاسبوع الرابع من الولادة. ماشي. بعدين بيقول لك ان من اول شهر من حد ست شهور قفيت اللايف من اول اللي هو من حياة الجنين يعني. بتكون هي بتكون فين طب? والله بيتكون في وفي في الكبد. في الكبد وفي الطحل. وبعدين. وبعدين والله يعني بعد من اللي هو بعد تلات شهور زيادة من اول شهر حتى ستة شهور. وهم تسعة شهور. ففي اخر تلات شهور اول ستة شهور احفز ليفر سبلين. طب اخر تلات شهور في البون مارو. يعني اللي بيكون اللي هو مكان نشط خالص وكده هو اكتف يعني. ماشي او الموقع الاكسر نشاطي. بعدين بيقول لك في في الاطفال او واللي هم وكده. دول من هم. بيقول لك ان بيكون ثانية ثانية. بيكون اللي هو اللي هو ايه. بتكون هو ده الموقع الوحيد. عشان ندين يعني احنا حاليا او عند هو ايه اللي بيديك? لا هو ازاي ركز كده. المعلومة دي. هنا في الانفات الانفات واللانج شردين. البون مارو هو الاولي. تعام? تعام. بيقول لك في الادلت اللي بيكون محدود يعني الانتاجية وكده بتكون بيكون محدودة تكون محدودة النخاء العظام. الاحمر. وده بيكون فان? والله النخاء العظام الاحمر يعني في الادلت. محددة بريد بون مارو. وده اللي بيكون نهاية العظام الطويلة. في الفقرات. اكتب. او في الفقرات. او في الفلات بون. تمام. في العظام المسطحة. معين بيقول لك اللي هو يعني المدة اللي حياة بتاعتها او بتسامة تبدأ. لحد ما تنتهي. هو ده من حمر وشان تيموت وتروحها الطحال. الطحال بيكسر. فانتروح لك الطحال. الطحال تروح اسمه مقام. اسمه مقبرة الدم كأنه. فهو مقبرة. فهو اللي بتروح تدفن فيه. طبعة تدفن فيه. دخل لها مية وعشينة. تمام. هيا بيقول لك اللي بتأثر على العوامل اللي بتأثر. العوامل بتأثر معانا على كرات الدم للحمر او كده. او كرات الحمر. والله رقم واحد باسم معانا الاكسجين. في الشريان. الاكسجين بيأثر اه. بيقول لك ايه كمان? بيقول لك الله الزمان لا ده ده المحفز الرئيسي عشان يكوني الكرات الدم. الحمد. تمام? فده المحفز الرئيسي. فمكيس لك سؤال ايه هو المحفز الرئيسي او مكيس لك ايه هو المحفز الرئيسي. فدي معلومة المهمة الاولى. المعلومة التانية. بيقول لك الانخفاض اللي بيحصل. ده بيؤدل ايه? والله انخفاض بيحصل ده بيؤدل تحفيز نخايا العظام. طب بقى ما يتحفز ينتج لي كمية كبيرة تانية من كرات الدم الحمراء. وبالتالي زي مي مسلا زي بيقول لك في كلام ده بيحصل في انت لما تطلع اماكن عالية الاكسجين بيقادل. زي ما يحصل في اللي هو المرتفعات العالية. او في امراض للرئة. امراض القلب عزي بالله يعني. تمام. اه دي مهمة. بيقول لك ان في ايه? بيقول لك معنى الكلام يعني. هو لا يعمل بالشكل مباشر عن الوخص العظام. بيشتغل بشكل مباشر عن اعzzo العظام. اما هو بيعمل ايه? لان ده من خلال ان هو يطلع هرمون. هرمون ده ده اسم لهرمون. الهرمون ده من الكلية يشتغل عن اوخص العظام. هو ده الهرمون. سانية ما انا مش فاهم. لس هي نفسي حتة كده. هاتخدها بالزبط هافته هنا. فيه في كدني. بيقول لك كيف اكدني? خلال الاطلاق بتاع الهرمون ادي اسم الهرمون? سانية ازا امتى كم ده? ازا رقم واحد انا عندي ادي انا مسلا يا سيدي سانية اطلع كده تمام. انا عندي ادي البون مارو تمام? ادي بون مارو. وعند انا ادي ايه? وادي الاكسجين او ادي اللي هتكلم عنه عمتها اللي هو اكسجين وكده. في بيقول لك التوتر بتاع اكسجين والكلام ده او انخفاضه. ما اللي بيقصر على طبع بون مارو? لا ده هو اللي يحصل او رقم واحد. لا ده اللي بيكون عندي. من الكليا كده. طالع هرمون. تمام? الهرمون ده هو اللي بيقصر. ازا دي بتقصر على الكليا تخليها تطلع هرمون معين. هرمون ده هو اللي يقصر. ازا ايه? في كبري في نصف كده. في فينه? تمام. طبعا دي مش شكل كليا طبعا. يعني ما صحيح يعني. الاسمه. كده كده خلصت. اه كده يعني. انك في الهرمونات نوعين. والله النوع محدد. وهو ايه? ايه ده اسم الغريب ده? ايه ده? ثانية الاسم الغريب ده شفته هنا. وشفته هنا. اه بس ده محدد فيش غيره. اللي هو الاسرو بيوتن. او بيوتن. ايه كان اسمه. طب والغير محدد. يعني هرمون شبه عام تستستيرون. اه سايروكسين كده. تمام. الليفر بقولك كيف الليفر? بقولك ان هو بيديوس بيونتج. اه بيونتج الجلوبيولين. ثانية. هو بيونتج الجلوبيولين بتاع الهيمو جلوبين. لا هو بيونتج الجلوبين بتاع الهيمو جلوبين. مش هو الهيمو جلوبين. هيمو جلوبين. اعتب ان هيمو دي الحديد يعني هيمو جاية من ضمن الحديد. مش هو الهيمو جلوبين. حاجتين. هيمو و جلوبين. ما شاء الله ما شاء الله الليفر بيديني الجلوبين على طول. تمام. ماشي بعدين بيقول لك ان ايه بقول لك اه وخلي لك ده اصلاً جزء من جزء من ايه جزء من الهرمون ده اللي هو الاسرو الاسرو بيوتين او الاسرو بيوتين ويستورز اللي هو كأنه بيخزن الايرون وفيتامين بي اتناشر تمام بشكراً معلومة الايرون وفيتامين بي اتناشر رقم خمسة بون مارو اللي هو بون مارو خل عظام فبيقول لك الهلس بون نارو ايه مارو از استينشال ان رسرو بيوزز بيقول لك ان انه خل عظام الصحي ده ضروري في تكون قواته قدام الحمرة تمام بعدين ايه بون مارو از ايه لو بون مارو دستروي تحطم اللي هو اسمه ده اللي هو التعرض لفترات طويلة للاشعة او الاشعاء وكده زي اشعة الاكس اه اتوميك اه ريديوشن او دراجد اللي هو الشعاء الزري والادوية ده بيقدي ايه لانيميا ايه الانيميا دي صاحب اسمه بلاستيك انيميا انا كده اخدنا كم انيميا دي طب اول انيميا تقابلنا صحب اه دي سفي عن ما تحت ده نقص الحديد يدين انيميا ايه نقص الكوبالت نقص الفيتامين بي ناشر كده تمام بلاستيك انيميا اظن الكوبالت كم مشيش هنا ده قبلت في 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 ماشي او شو ده ايه دي ايه بلاستيك انيميا اظن ان تحفظ انت ايه المعلومة تحفظها تحفظ اني بتاع البون مارو او بتحفظ او بتاع البون مارو بيكون ايه يا اما اشعة ايه ان كانت اشعة بتديني بلاستيك انيميا او بلاستيك انيميا اقب ستة وهو عوامل تغذية بيقول لك الحديد ايه استينشا كونستانت او همجلوبين الحديد ده يعني اللي هو ايه ايه حديد ده هو المكون الاساسي للي همجلوبين مكون الاساسي تماما ايه اندفنشي ايه ايه انيميا ناقص الحديدي ايه ايه انيميا ماشي ما 서سين هو MUSIC احنا هنا في إحتاسما الابزور بشان اللي هو الابزور بشان ما فيقول لك فيقول لك ايه و الله بيقول لك اني ايه اللي هو ايه 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 حالة فريك كنت اخد الحديد ما تقول حديديك اه دي حالة الحديديك هنا الحديديك حديديك تمام تمام الايرون صحنا كنت هرمي اف ايه هنا هرمي اف ايه هنا على الحيطة دي بس بصراحة انا نفسيا منذ اقبلتش اف ايه ما كنتم هو سخيف اما كنت هرميش ان يفك الدنيا بس ايه هتكسره هتكسره موبايل بعد اسمه اف ايه وكان ده فلا بلاش منه وحد عيشتيم يفسره انا هاخد حسناها تبسلين يا ايه شاتين الايرون الايرون اللي هو يختزل ماشي قد ناخد بسكام مهم معنى فين في الاستمك بوسطة ايه والله بوسطة اذا هو ممكن يسألك سؤال يختزم فين يعني الايرون رقم واحد انا ما اتوقعت ان هو يسأل يسأل في النقطة دي اكتب اكتب تمام في النقطة دي اه اتوقع ان هو يسأل فين ان هو يسأل لما يختزم فين يسأل في المكان وفي الفيتامين سي وفي الفيتامين سي اكتر 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 تمام اه بعد كده ماشي في وجود بتكون في في الجزء العلوي من الجزء العلوي من اللي هو اسمه بتاع اول حاجة في اه اسمه عشر اسمه اسمه عشر تمام بي اتناشر يقولك اي فيتامين بي اتناشر اللي هو مهم للتطور بتاع خياتي الدم الحامرة ماشي النقص بتاعه بتاع النقص بتاعه بيقدي الى اللي هو بالعربي اسمها ايه اللي هو يعني فشل في النطج النووي بتاع الخلايا والانقصام بتاعها يعني ثانيا عندي خلايا اللي في النخاء العظام بيحصل لها فشل في النطج النووي بتاعها نطج النووي كده عشاء في النقصام هيحصل مشكلة في البولمارو تمام اه مشكة تقديني ا Arri ولا مشكة لاختي تديني حاجة اسمها صليت خلية ديني حاجة تاني صليت خلية اوميجا كبير. فده هيخلي تظهر خلايا لها خلايا ضخمة اللي اسمها خلايا زي خلايا بالعمية كده. وبعدين ما هي دي حجمها كبير زي زي نورمال لحجمها كبير اكبر من هو بيضاوية الشكل. ولسق النمبر اقل في العدد واكتر في الكمية لكن عمرها اقل. يحتاج اليوم بتاعها بيكون واحد اللي هو واحد مايكرو في الدي. مايكرو يعني في اليوم. طب لو المسالة احنا في اتناشر بيقول لك ان انا عندي عامل خارجي. تمام? العمل الداخلي عندي عامل خارجي واندي عامل الداخلي. العمل الداخلي بيتحد معنا مع عامل خارجي. وبيدوني ايه? اللي هو بيدوني اسمه حاجة اسمها بالعربي خالص. يعني اللي هو بصوا هي حاجة نراها بالانجلش او بكن حاجة احكم بالعربي. ان فيش حاجة فيه مسال عايز اقوله بس نسين. بقولك ايه بس بيقولك معناها ان هو بيفرز رقم واحد عشان تفهمها بس. هو عندي المعدة. عندي قدار المعدة. قدار المعدة ده بيطلع الخلايا بتاعته بتطلع عامل عامل معين. اسمه العامل الداخلي. اللي من جوه هو هيتحد معه. تمام? فلما يتحد معه الفيتامين هيحصل ايه? هيتحد مع الخلايا دي طب ليه? تحمي الفيتامين. ثانية هو العامل الداخلي. العامل انجدار الخلايا بتاعت المعدة. طب ليه ده كله? عشان تحميه من هضم. يعني ايه? يعني ايه? يعني انا هندي قدر المعدة. تمام? مسلا. ونزل الفيتامين وادل الفيتامين ده شكل الفيتامين. تمام? فنزل طب ما كده هيتحدم الفيتامين. طب ايه الحل? نحميه. طب نحميه ازاي? بيقولك ان في حاجة اسمها عامل داخلي عامل خارجي. العامل المصدر بالرمز اي اكس. تمام? تمام. شايف شايف جدار المعدة? ادي ادي جدار المعدة. في جدار المعدة برضو هيطلع عامل بس عامل من جهو اسمه عامل داخلي. المصدر بالرمز اي ان. بيقولك ان العامل الداخلي هيتحد مع العامل الخارجي. ليه? علشان يحمي الفيتامين. فتلاقي الفيتامين كده داخل? لأ الفيتامين تحسه كانه كانه محمي. من الهضم. دي الفكرة. بس. وماكشل اقو بالرسمة. بالرسمة لأي كلام يعني. التوضيح. طب بيحصل كم دة فين? طب بتاعها في الايليان. وبتتخزن في الليفر. ودي مهمة. ودي مهمة. تمام? ومو كيس اكسوالي يقولك ان هيتم بيتناشر بيتم هضمه في الطبيعة يعني في الطبيعة بيتم هضمه في المعدة? لا اولا طبعا. هو ده في المعدة مش بحصل له حاجة يعني. بتحمي الاتحاد وكده. اه رقم اه كام? احنا رقم تلاتة في رقم ستة ايه رقم ستة دي? نسيت 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 احنا كنا هنا. خمسة اربعة خمسة ستة ستة استمناها واحد اتنين تلاتة تلاتة. الفوليك اصد. حمد الفوليك. بقولك ان حمد الفوليك زي فيتامين بيتناشر. يعني فيش اختلافات فيش اختلافات كتيرة يعني. ايه بحتاجه لش النضج. ماشي. ايه وعا كده ايه. نقصه يؤدي الى. هي دي كنت بقول لكم عليها. ميجالو بلاستيك. انا اتلات بطشها ميجالو بلاستيك انميا. اما قلت الفاتة الفاتة انا اتلات بطش فيها هي ميجالوسايتس. اهي ميجالوسايتس. تمام? بتتركز انت عندك ايه? انت عندك فوق خالص كان البون مارو بتاعه بيديني. بلاستيك انميا. اكتب ورائه. دول هيجف انتحان. حتيجي منهم اكيد واحدة. البون مارو. بتاعه كان بيديني. لاني التعرض لقي حاجة بلاستيك انميا. ماشي. الحديد نقصه انميا بس كان مكتوبة. اه كان عندك قال لك الحاجة لغبطك قال لك في البون مارو شايفت الفيديو انو تكلم ده في الوقت البيتناشا. قمت ميجالوسايتس. قال لك بعدين. قال لك ايه بعدين? قال لك بعدين ميجالو بلاستيك انميا. ماشي. بعدين ايه? اه في الججنم. اه في الججنم. اذا دي موضة سؤال. وده موضة سؤال. والكلمة دي موضة سؤال. رقم اربعة البروتين. البروتينات لبروتين انا في حاجة كبيرة من قفية انا محتاج كبير جدا او من قيمة غذائية زي بروتين او من قيمة صفي والاوجية عليا زي بروتين لا. اللي هي العناصر النادرة. ايه العناصر النادرة? القبر? القبر ده الكبر ده اللي هو النحاس. ده اللي هو خط الكبير. خط كويس والله. تمام. ده اللي هو النحاس. والكوبالت اللي هو الكوبالت. ماشي ما نهم دول ايه كتايس اللي هو كازي محفز. محفز لايه? والله سنة صغر شيء. محفز لتخليق. تخليق ايه طب. تخليق الهيموغلوبين. اذا الكابر والكابلت محفظ لتخليق الهيموغلوبين. ماشي. دي في الامتحان. دي في الامتحان خلاص. ركز. كانت الكلام براحة خاصة بصوت وطي بس. اهرى جملة التانية. تمام. هو بيقول لك انا بس ايه? بيقول لك اني عندي. تمام? بيقول لك اني عندي النحاس والكوبلت دول بيعملوا ككتالايست كتالايست اللي هو محفز. محفز. محفز لايه? والله محفز لتخليق الهيموغلوبين. طب ثانية هما لو انا مساجت الهيموغلوبين تركيب وهلاقي فيه نحاسوا اه كوبلت لا. دول اللي هما ايه? دونت اه دونت انتر. لا يدخلوا. لا يدخلوا. انا حاس ان الخط جديد جدا لانها مصغروا على الاخر والله. اخدتش العين من الالم مسلا. ممكن. دونت. انتر. مش بيدخلوا. يفكرت بمين? يفكرني بكلمة اسمها انزيمات اخدناها زمان. اه يقول لك انزيمات. انزيمات هي تعمل على سرعة التفاعل. يعني لو التفاعل بيحصل في دقيقتين. لا. ده بتخليه مساني يحصل في خمستاشر ثانية. مسانيا. تمام? طب بعد امسك النتيجة فيها لا انزيمات دي تدخل في يعني تسرع التفاعل. ولكن ما تدخلش في اه في التفاعل نفس او في المركب. تمام? تحصل معلومة دي. ومعلومة تانية جاي يقول لك ايه? جاي يقول لك ان الكبر يعني بص هو كان يقول لك ان الاسمه ده. ده الكبر. الكبر والكوبلت المحفزين للتكوين الهيموجلوبين. ودونت انتر امري بدخلوا هنا. بقى كده قال لك ايه? قال لك والله ان الكبر بس اللي هو النحاس. النقص بتاعه. نقصه النحاسي. حتى السهم زبالة. لا الهي الا الله صغف العظيم يا رب. حتى السهم. اه? شايفين? ادي الاسهم ولا بلاش. تمام. اه نقص الكبر نقص النحاس بيقدي الانيميا. انت شغلت قولنا من الصبح. ايه الانيميا دي? وتتكلم عن ايه? وحكي لنا تفاصيل عنها شوية. العنوان الجاي اصلا هو عنوان الانيميا. نحب لخدها سكين? خدها سكين. بس انهاش لازم اسكينة فاني اصلا مكتوبين في الكتاب. ده الكلام اللي احنا قلناه. تمام? الانيميا. اشوف قدينا عشان ناقش انت عشان فضولك يا سيدي هنشرح لك ايه الانيميا. تمام? يلا بسم الله. الانيميا. بيقولك ايه فيها? النورمال رقم واحد. النورمال لفل. تعال الهيموجلوبين. عندي فيه الميل في الزكور ستاشر. جرام لكل دي سيليتر. وفي الفيميل عندي عبطاشر جرام. وعيفنا في الاول عيفنا للدنيا اقل في الفيميل وكلماشي. بيقولك اه افزا افزا لو نسبة الهيموجلوبين خفضت عن المعدل الطبيعي. الحدي اسمها يعني كعين دي ده تعريف الانيميا. تمام? او انخفاض في ايه? في في عدد او جودة او نوعية يعني ايه? يعني ايه? لا الكمية كبيرة بس ما ايه? الكفاءة في عايتهم مش اغلينش نفس الكفاءة. او النوعية بتاعتهم الخفاض مخفضة. انه انخفاض في النوعية او في عدد الاربيسيز. ماشي. زي بيتشخص الانيميا في المعمل. او مختبريا معمليا يعني. حين بيقولك عن طريق حاجتين. اللي هو اه يعني تعداد الدم او العدد. وبيقولك اه ان هو ايه ازا كان يعني خمسة مليون. تمام. لو كان اقل بخمسة مليون. او اللي هو التقادير على كمية الهوموجلوبين او تقديير الهوموجلوبين. فبيقولك لو اللي وتعالي الهوموجلوبين بلووه اتناشر. بعد كده اسباب الانيميا. بيبدأ معك في او اسباب فقر الدماء. والله بيقولك ايه في اسباب فقر الدماء? هتلاقي الكلام احنا قلناها خلقه لك اغلبه في اللي فات يعني. بيقولك رقم واحد. يعني ايه? يعني فاللي هو ايه? اللي هو ايه كنت بيقول لك تدمير زيادة او تدمير مفرط. مين اللي قلت قدام الحمرة? تدمير وتحلل. طب ده يكون بسبب اي يا صرحة? يكون بسبب ايه او دي حتة فيها. فكرة كده بسيطة. بيقول لك ان هي الكلمة اللي فيها بلوك يخبر نقل إيه. تمام? اللي هو بيقول لك فيها اللي هو ايه نقلة دم هل غير متوافق. يعني نقل دم leieli غير متوافق. ممكن تلاقي سيد دكتور يقولك انه فيه فل ain عايز نقلي دم. وبعد زي فلي غير ادام ادام الله فلا طلع الدكتور فى يقول مين عنده فاصيل دم كذا? ففاصيل دم كذا ده اللي هو ايه اللي هو اللي هو مسلا ايه فصيلة فتلاقي فاصيلة مسلا مين تلاقي اللي يقول لك فصيلة سيلا تلاقي الدكتور انا اندي في فصيلة. واتنين واحد صاحبه واحد اخوه. فالدكتور يقول لأ اخده دم من اخوه. ايش معنا? عشان عشان اخوه? لأ عشان هو اخوه ففي الاغلى متقربين. في الاغلى متقربين. مزيه بعض طبعا ما فيش تمشتبك الاكيد. فهو فلو فيه ضرر هيكون الضرر هنا اخف الحد المان. ليه? والله انت قدي دمك وجسمك عايي في دمك وديها تمام. عربية الشرطة اللي في جسمك اهي عادية. اه هتبصت فجأة لما دم غريب يدخل ايه ده? مين ده? مين? ده واحد غريب شوية دم غراء بس روح شوفهم فيهسهم مشاكل. فكم تكون موضوع اكرب كم يكون احسن. حتى في في نقل الاعضاء. بيدوا ايه في نقل الاعضاء طيب? بيدوا ادوية مصابة لما انا عليه. ثانية. هو جسمك زي ما عارف اعضائك وعارف دمك كل حاجة. انا وانسنا زرعت لك كابل. زرعت لك حاجة جديدة. فانا زرعت لك حطت لك عضو. فلو جسمك طبيعي فعاربية الشرطة وهي معادية بجسمك. اللي هي زي الانتجينات وخلال الباقي وكادة. خلال المناعية. اللي هي عاربية الشرطة وعاربية الشرطة وهي معادية بجسمك? ايه ده? في حرامي. واح يمسكه. ضرب. تلاقي ان الجسمك رافض ده. فيده مصابة للمناعة. فطلع يعني المناعة تصبت اللي هو ايه? يعني تخف خالص كده. حتي يقول لك ان لو ياخد حاجات كده ميتعرضش للهوا. مش حالف يعني اقل شيء اثر فيه. اقل شيء دول على افاق كده اثر فيه. اخد بالك شوية شوية يعني تراب بساطة. حاجة بسيطة خالص اثر فيه. فهو باخد مصابة للمناعة رقم واحد. تمام? فتلاقي يعني يعني خلايا من نعيم مش هتكون نفس الوظيف هتكون تصبتت. فعاربية الشرطة مش هتعدي في الدم. فهيدخل فهو اللي هو خمس عبية الشرطة هتلاقي عبية عدة مثلا. هتبقى لك. فاللو لا يعني رو باي 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 حي سهيلها. دي فكرة سريعة يعني. يعني عشو استفدت في حتة دي وانت احفظ الكيميتين دول. مفيش وقت انت حد بعد بكرة. انا استفيد. بصمك. بس انت اضفاق الفيديو شانت في بصمك لا يعني هنشرح. بيقول لها معا كده ايه? البكتيريا توكسن. وعشان نوع حد برضو من دفعات اللي جاية يشوف الفيديو فهشوف حاجة بضمير يعني اللي لا. ممكن لانت شرح ان شاء الله. البكتيريا توكسن. اللي هي زي السمول بكتيرية. والميلاريا. الكيميكال. الموضي كيميائية. اه الدراجز. الادوية. الانزيمات النقصة بعد الانزيمات. الففزم دي اللي هي اه اسمها ايه بالعربي اللي هي بتاعة الفول دي. اللي هو انيم الفول كده. دي زي انيم الفول يعني تمام? السناك فينوم. السناك التعبان. امراض الدم والكلام ده. تمام. بعدين هو اي كده اللي كان زي اه سيتوزز اللي هو زي كسر سيد كرة الحمرة او اه الساسكيل السيد انيميا اللي هو فقر الدم الساسكيل منولي كي دي اه اه احفظها. او انت ركز في انا ما اظنش ان هو هيتعمق في الحتة دي. يعني الكلام ده اظنش ان هو هيسأل فيه. لو هيسأل في العلمين الرئيسية. ماشي. يطلع يطلع. طلعنا. ياه. ده انا الكلمة دي مش غايبة عليه. لا مش غايبة عليك. طيب صعبة ده هيسألينها فوق اصلا. لينها فين فوق? مش هطلع فوق. فاكن لما قلنا البون مارو. تعني كتبها بس كده عشان تتتذكر معنا. قلنا ان كان عندنا البون مارو. تمام? البون مارو ده كان بيحصلوا ديستروي. ليه ديستروي? والله كان بيتعرض ليه يعني لاشعة زي اشعة اكس. اه اشعة زرية. مش فوق ايه تاني ايا كان. اه فكان بيحصل حاجة اسمها. اه دي اسمها. اللي هو بلاستيك انمية. فيقول لكم ده ممكن يكون بسبب ايه? والله التعرض الطويل ليه? لاشعة اكس. مزبوط. لاتوميك مزبوط. اللي هي الامراض الخبيثة يعني. تمام? بقول لك ان هي اه زي بقول مارو اللي هي بتتسلل لأخها يا صاحب. بتتسلل. زي اللي هي الادوية تمام? يعني انت اغلب كم ده عارفو. احنا ممكننا بس في ايه انت بتتوك وانت كنت كل شيء بتتوك معي انا واثق. لان انا بتتوك شخصيا. يعني كان في اسباب الانيميا. فاخدنا رقم واحد اللي هو تكسير مفرط لقرارات الدم. وكاننا في حبة. خدنا رقم اتنين بسك انيميا. وكاننا فيها حبة. رقم تلاتة افطر. انت زالتها هكلامنا كتير خلاص. بقى افطر هيمرارش اللي هو بعد النزيف ومش هتكلم فيهش الخطرات. اللي فيش كلام عليه. بس بعد النزيف يعني هعرف ان هو بعد النزيف. فيه كمية الدم بتقله في كده. فده اسباب الانيميا. كمية الدم دي بيكون فيها حديد. فايزا اه هنا بقولك اه. الكمية انا الحديد اللي بخده خلل فيه خلل في داخل. اما انا اسم باخد كمية مش مناسبة يعني انا ليه كمية معينة مطلوبة يا حديد. انا باخد كمية مش مناسبة منها. او انا باخدها بطريقة غلط. او ازا خلل. في الانتك. خلل في اليداخل. وبيتنى طيب هما دخل. الداخل اللي خلل في داخل ازا. اللي هو خلل في الامتصاص. تمام. او? او ايضا المطلوبة لجسمي مطلوبة يعني كبيرة شوية او زيادة في الكمية المطلوبة. فانا بدخلهاش كلها. ها? فيه ايضا ايضا. ايضا الرخواب مانت ايضا. 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 امتا. الاريبيس ايضا. صغيرة. في الحجم. اني بالكالر. في الان كالر. في امتى? كان ده في ايوان دي فينسي. لما لازل نقص في الحديد. اه بيكون صغيرة في الحجب. ليه? مش هحنا قلنا ان هي فيها هيمو جلوبين وهيمو ده زي الحديد جاي بها اه تمام. فتكون صغيرة في الحج. وبهيتها في اللون. الناس اللي بتقولي انت بتتكلم بسرعة. انا مش انا مش بيتكلم بسرعة بس انا يعني بحاول انجز. بحاول يعلي صوتي يعني صوتي تعب شوية. وانجز وتكلم بسرعة. انا عايف ان اوقات باجي بحيطة كده وبسرح في خيالي مع نفسي. تمام? وبسرح وتكلم وصفيد في حاجة اللي هاش لازمة. وقص في حاجات اللي هلازمة. بقى معلاش في يعني. تمام? عجب انتبراكش على الفيديو والصدق عناش. المهم. اه فقيتها من بي 12. نقص فقيتها من بي 12. والله نقص فقيتها من بي 12. احنا قلنا زيها ده بيكون بسبب ايه? تساكن في فقيتها من بي 12 رقم واحد. هو مش فقيتها من بي 12. وحنا قلنا ان كان فيه عامل خارجي. وحنا قلنا لما سامنا ساعتها المعدة وعملنا كده. وقلنا ان كان فيه عامل خارجي بيكون رمزه اكس مسلا. اي اكس. وكان فيه عامل داخلي بيطلع من بيطلع مسلا بيطلع من جدار المعدة. من الوول هنا. فالعمل اللي بيطلع ده كان رمزناه بالاي ان. يعني اول حرفين من الكلمة. ايه اللي بيحصل? احنا لو دخلنا الحلو ده لو فيتناشر اللي واحد وكده ما يتهضم. طب ايه الحال? هو يدخل. بس يدخل لما يتحد العامل الداخلي مع الخارجي كده. تمام? فيتحده فييمنه حاجة حواليه كده. بمام? اه بيطلع مش. فالجسم بيستفاد بي. اما لو تهضم خلاص. ايه بيقول لك هنا ايه? ماشي. بيقول لك كم تكون ده بسبب استومك ديزيز امرات في المعدة. طب طب امرات في المعدة زي العامل الخارجي العامل اللي هو الداخلي ممكن يتأثر اه يتأثر او ازالة بيحصل فيه بيحصل ازالة في جزء او حاجة من ما ده. طب ما طبيعي ما ده طبعا فيه امراض حي يقدي اللي هو اللي هو ده العام الداخلي اللي هو ده. اللي بتطلع ما يجدر. او في اللاور ايليم. ليه اللاور ايليم? هو بيتم منتصفين مش احنا مش احنا عارفين ان ان الحديد بيتم منتصف في الدنيام. في الدنيام اللي هو الاثنى عشر. تمام. اه ما علاش الصوت تيب شوية بس. وعارفين ان ان ايه ده. ونفايت هم بيتناشا بتهم منتصف في الاليام. طب ما هم في خلقة في الاليام. خلاص. اه يكون في خلال في او نقص في الانفايت هم بيتناشا خلال في المتصف ده نفس اه. ماشي. فوليك اسد. اه ديفنسل اللي هو نقص نقص الحمد الحمد بتاع الحمد الفوليك. مبايج جنبي وبعمل الصوت ومسمع في الفيديو ان شاء الله. نقص الحمد الفوليك ده ايه? ده بيقول لك ممكن يكون بسبب. والله ايه الكيمية بتاعته اللي ان مطلوبة الجسم تكون زيادة فهو بيحصل فيه نقص. بس الكم ده فين? في الطبيعي لا. طبيعيين بيحصل بس بيحصل مين? السيدات الحوامل. وامتى كمان في اول ثلاث شهور. ولو هيسألك انا اعتقد مش يسألك في كمية اول ثلاث شهور. عارفها. بس انا موجود نزل لو انا هسأل هنا. يعني لو انا هحطني بتاعنا هسأل هسأل في 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 بيجراند. وحط لك معها اللي هو في الطبيعة في 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 الاطفال او في الجنين. في انت او مسلا في او في او في الجملة التانية هو مش سليم بس اللي اقول له سليم خلص يعني هو الان متل صاح وتطلع فالس ليه? من التانية هي اللي فيها المشكلة. تبصوا العلاج مش صعب العلاج تافه. فانا مش مش هشرحه. يعني هو بيقول لك مسلا انو عندك اه بص ما سايمين مسال حاجة ها بسرعة لو هعالج السبب. طب لو انا عندي نقص في الحديد. هاخد ايه? هاخد مكملات حديد. يا الله حمالة يا هلالخالص ده ما ك recherche في المعلومة الرهيبة. لو عندنا نقص في الحديد هاخد حديد. عندك نقص في الفلوس? خد فلوس. عنده نقص في الخلق ايه حاجة خدها. مسلا ما انه صعبه تاخد فلوس تمام? انت منقص في الحديد? خد مكملات حديد. تمام? نقص في فيت37 بيت ناشر خد مكملاتها. كل حاجة نقص عندك هتاخدها. ماشي بالماوس يعني. ماشي يعني يعني انت مع نفسك. مسي شكلوا. بلاد جروب. وبعدين الريزوس. عشي. ده ايه يا لا هو ايه? ده محضر لوحده. عشي. يلا نبدأ في لو عاست اخد لك بلايه اخد لك بلايك. تمام بيقول لك اه بيقول لك بيبدأ معاك يقول لك مجموعات في الدم مجموعات الدم بيقول لك اه عليهم بص الكلام كده بس فندية مش صعبة لك انا عاوز لتركيز. بيقول لك ان سطح بيقول عليك كتير من تمام واهم من دول بتاحهم هم ايه وانتجين بي. بين وبينك تعال 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 جيت طب تمام المصر كيف قدناك في حاجة اسمها اه دي هتقابلنا صفحة قدام تمام. فتحفظ معي ان اي في بلاد جروب. ماشي يا سيدي. معلومة التانية. الناس والله اسموها اربع جروبات على حسب بوجود او غياب الانتجين دي. والله دي جروب ايه وفيه تنين واربعين في المية. جروب بي وفيه تسعة في المية. جروب اي بي وفيه تاتة في المية. جروب او فيه ستة واربعين في المية. طب سانيا كيركز ما في حتا دي. جروب ايه فيه انتجين مين? انتجين ايه. سبحان حمده لا سبحان الله يعني. فيه انتجين ايه في انتجين ايه? وفي انتي انتي مين? انتي بي. معا بكوش اغيير لون? لا مش اغيير لون. في انتي بي. تركز. انتجين ايه انتي بي في جروب ايه? طب جروب بي في انتي جين مين انتي جين بي. وفي انتي مين انتي ايه? طب جروب ايه بي انتي جين مين? تعملانين. ااسف ااسف. حتش اشتم. انا اسف حتش اشتم. تمام? يعني عادي خلاص بالفكرة الحصة. والحصة دي احنا اطفال بالفكرة محضرة. بص هي نفس نفس المعنى. بس حصة تحصها انه ايه? ما حصة حسن الاطفال ملزم. عم محضرة. حسن هي اشيك بيستيج. انا في محضرة. اخذ بالك. تمام? انتجين مين? اه جروب اي بي. في انتجين اي بي. طب وفي انتي مين? هنا بقى بتاع ملانين فعلا. يعني اي? يعني مفوش اي انتي اصلا. يعني مفوش اي انتي. اه نو انتي. تمام? في انتجين مين? لا مفوش انتيجين خالص. يعني مفوش اي انتيجين ايه? ولا انتيجين بي. لكن في انتي ايه? وانتي بي. ما فهم انش حاجة. دي ما بتفهمي حبيبي دي بتحفظ. اللي يعني لما اجي اقول لك ايه? والله هو جروب ايه? في انتيجين ايه? وانتي بي. ده ايه الفهم? ده الفيش فهم. ده ايه? دي حفظ. ده اللي انا شايفه بسرعة. طبعا ما اعفش احفظ. سيب الفيديو. صد عناش. انا اسف. شوف انا مش دمتك وزعت فيك. دي نبازلس معي. احنا كنت فين بس. لاحظت ان دمي بدأ يبقى بدأ تستغف في دمي. ده معناه لنا زي اقتين من مادة. اه ماشي. ماشي. بصوا كده. دي مهمة جدا جدا. سيبك من دي. سيبك من دي. تعال على جانب احنا كده. جداول مين يا راجل? احنا نعمل الجداول. السؤال بس هتحد تذكر معلومة كده. معلومة الاولى. فاصيلة الدم بتاعت او. فيها ايه? فيها انتيجين. ايه? لا. مفاجرش ولا انتيجين ايه? مفاجرش ولا انتيجين بي. عملي فيها مين? لا ده هي فيها انتي. فيها انتي ايه? وفيها انتي بي. تمام يا سيدي? طب تعال كده انا هدي حاجة لان انا همسك انا جروب ايه? مرة جروب بي. مرة جروب اي بي. مرة جروب او. وهمسك الديل هنا. يلا بسم الله. يلا جروب ايه? هروح اديل ال او. ثانية هو جروب ايه ده فيه انتيجين مين? ده فيه انتيجين ايه? ثانية ثانية ايه ده? جروب ايه فيه انتيجين ايه? وجروب او فيه انتي ضد ايه? النارجم بالبنزين. هيولعه في بعض. ده هيضرب ده خلاص مش هينفع. هيما وده. يا اخسارة. كنت اقمل فحيسع ان فيه مش هينفع. تمام? حدي بي ل او. ثانية هو جروب بي في انتيجين مين? جروب بي في انتيجين بي. ثانية. طب ما جروب او فيه انتي ضد بي. للأسف للأسف. حدي جروب اي بي. حدي ل او. ثانية هو جروب ايه بي في مين? ده فيه انتيجين ايه? وفي انتيجين بي. وده فيه مضاد انتي. في انتي ايه? لا. ده هيدينهم بالجزمة. مش هيموتوا هيدين بالجزمة خالص. فهي برضو دي مش معايا. طب ايه جروب او. اه ان فقد يقول او طبعا. دي صح معايا. كده فيه مشكلة. ان الجروب ده مش بياخد غير من نفسه. يعني هو اناني? لا هو مش اناني. يا راجل ما تقولش كده. يعني ايه? يعني ايه مش اناني? يعني مسلا تعال نشوف دي من العكس. هو مش بياخد من حد. تعرفوه هيد دي ولا? هو جروب ايه. نصد ان جروب او هو اللي هيدي جروب ايه. ثانية هو جروب ايه? في انتجين جروب او في انتجين مين? لا ده مفوش انتجين نهائي. طب جروب او في انتي مين? في انتي بي. طب هيضربه لا مش هيضربه. تمام? ركز ركز انا انت هتغبطت في حتك انا عيفت انت هتغبطت انا عندي انتجين. اللي اصدنا ده انتجين. انتجين. تمام? اه. وعندي انتي. انتي. اللي هو مضاد. تمام? المضاد لما يشوف الانتجين هيضربه. بس مش اي مضاد. لو مضاد لو كان به وهو ده مضاد به شاف به هيضربه. معروفة خلاص. ماشي. لو مش عارف اي ان كان شاف المضاد بتاعه هيضربه. طب كده احنا على الجنب نكتب ايه? والله لما او تروح لي ايه هي? او فيها انتجين مين? لا دي مفاشل انتجين خالص. طب ايه فيها انتي مين? لا ايه فيها انتي بي. ضد بي يعني. طب ما ضد بي. لا هتعدي ازا او عادي تدي. تدي ايه? مزبوط. طب تعالي كده. الو تدي بي? تعالى والله نشوف. هي الو فيها انتجين مين? بقولنا يا سيدي مفاشل احفظ معي خلاص. ايه. طب والبي فيها انتي مين? لا البي فيها انتي ايه. يعني ضد ايه. طب انا في اي في الو? لا ما فيش ايه. فيش انتجين ايه. ازا لا هي تدي الو تدي البي عادي. طب ال ايه الو تدي الاي بي? تعالى نشوف هي الو فيها انتجين مين? يعني احفظها. ناشي خلاص انا اسف انا اسف. فيها انتجين. فيها انتجين مين? انا اسف. فيها انتجين اصلا انا اسف. تمام? طب البي فيها انتي مين? لا البي فيها انتي ايه? وفيها انتي بي. هي ضرب? لا مش هضربه. ما هي فاش انتجين. ازا انه والله هتمر معناها بسانة. وتدي نفسها وتدي نفسها. ثانية. لقد ظلمناك ايها الو. لقد ظلمنا الاخت او. قلنا عليها ان هي شخص اناني من شوية. وخبيس كما بداش ياخل من حد. هو بداش ياخل من حد. بس هو لا ده هو معطي عام. معطي عام بيدي تقول. عطاء لا ينتهي. ده الجدوى الاسف دي. تمام? طب ثانية انا خلاص مش هادش راح اكنت نفس الفكرة بس انا شرحها بس اه هكنا بسرعة. بسرعة جدا جدا. لسا همسة. تعاني شوف هي تفاضية ثانية خلاص. تعاني شرح هنا. ماشي. تعاني شرح هنا خلاص. تمام? بيقول لك انا يدي عندي. ثانية هي فيها فيها مين? والله الاي بي فيها انتجين. انتجين ايه? وفيها انتجين بي. كم ده مين? كم ده ان? تجين. ماشي. تعاني شوفوا الاي بي. ودي عندنا ايه? ادي عندنا بي. ادي عندنا اي بي. ادي عندنا او. بصوا انا هبدأ المرادي من تحت الفوق ومش هبدأ من فوق تحت. هنشوف الاي تدي الاي بي. ثانية ثانية. الاي راح تدي الاي بي. ثانية الاي فيها 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 انتجين مين? الاي فيها انتجين ايه? طب والاي بي فيها انت مين ضد مين? لا دي فيهاش ضد حد. يعني هتضربه لحبة هي مش ضد حد دي مسلمة. لا الاي هتعدي بسلام? البي هتروح. البي فيها انتجين مين? فيها انتجين بي. طب والاي بي فيها انت فيها انت انت انت. فيها انت مين? ده دي ما فيهاش انت. اذا البي هتعدي بسلام. طب الاي بي هتدي نفسها هتعدي بسلام. طب الاو. ثانية الاو اصلا ما فيهاش انتجين. تركز في حيث دي. الاو ما فيهاش انتجين. فهتروح للاي بي? اه هتروح للاي بي. طب ليه?, ما هقول لك عادي خلاص ما هي فيها أنتي ايه وأنتي بي عاني هتيجي في المعرك بصي الو المستقبل عام. تمام3 ما يلينه في الكتاب كتب لك الدونير والرزبكتن اللي هو المعطي والمستقبل. في جاي عند الايه بي كتب لك ن pendكي نايه او عادي تدي واي بي وال بي تدي الاي بي والتي تدي الاي بي والاو تدي برضو الاي بي. تمام? ليه? طبعا غير اين كيفاش عندي ري ايه ويعاندي بي اصلا فهتيتي بيه. طب انا مش هم حيدي دي. تفهم كلمة. اني الاي بي مستقبل عام. كان بدي قرمي اف ايه سخيف هنا بس مش همين. صراحة كنت عاوز اقول عام ولا ازهر بس انا انا اسف. انا كنت عاوز اقولها ما قلتوش لسه بس عشان انا ايهن. حس الفكهة عندي زي الزفت. طبعا ما طولت في المحاضرة كده. انا تلاها تنتهي. انا بصيح معكم انا الوحيد سبحان الله اللي هم اطلب بصيحه انا بصيح معكم. في الفيديو. عشان مدعى شوقت. ماشي. ده الجدول. بيقولك ان قدد متبرق وادر للمستقبل. لو متبرق هيديني ايه? هيديني ايه? لأيه? تعدي. طب نفس بصوا ده الجدول اللي احنا شرحنا تحت. احفظوا. هيديني طب لو هيديني ايه? لجروب بي. مش ينفعلييني. جروب بي في ان تي ايه? طب هيدرابه. لو ايه بي? ايه بي مستقبل عامي عدي. لو لو او مش بياخد من حد. غير من نفسه. وهكذا في الباقي تمام? كده احنا شرحنا البلاد جروب. ناخد عامل. تمام? ايه عامل اللي هو يعني. تعاني نكمل البلاد. نحن نحكي فيه كده كان معنوه بس. اشبه هيت انت بزاكر تسمحه. هم نتكلم في الار. بايه ده بس? طب سانا. احنا متكلم فيه. احنا والله بنتكلم في الار اتش. فاكتو عامل الار اتش. انا لقولك بس حاجة. فاكي احنا قلنا انتجين ايه? وانتجين بي. وايه ببكلم ده? فيه معنى اسمه انتجين انتجين دي. معلو انتجين دي ده. مع العلم ان هي بالاي. ماشي. ده انتجين دي. ده انتجين بيكون في الدم. طب شكرا ما احنا عارفين ان هو في الدم. والله بيقول لك ايه? يعني اول ما اكتشافوه في الاول اكتشافوه في السلالة معينة من القروض. تمام? وموجود في القروض بالنسبة مية في المية. طب ما تنجد ضغف بالعدمين كده. لأ وسانيا ما موجودش يعني مية في المية يعني موجود يعني ايه? لما تلاقي انتجين دي. معنى ان الار اتش هنا بوزيتف. طب بوزيتف ان كانت مية في المية في في الماكز. طب طب بصف بعدمين كده. فبصينا في البلعدمين لعناهم والله هي نصين. لعناهم منهم خمسة وتمانين في المية يعني عندهم اللي فيه ده. ولقينا اني طبعا يتكملها خلاص الكلام خمسة وتمانين في المية. خمسة وتمانين في المية. ايه اللي حصل يا انا مش فاهمين. ما احتاجش حاجة عادتي. تعالي نشوفها. طب ماشي. ايه طب دول ما لهم? يقولك ان الاتنين دول سواء او النيجاتف بقى لهمش يعني لهمش يعني لهمش يعني لهمش يعني لهمش انت بوضي. تعالي سيد نفترض ان في واحدة في اغلب هتكون نيجاتف. تمام? فهي حامل. طب اغلب الطفل يعني بصوا ادي الواحدة دي. ادي الواحدة. نيجاتف تمام? هي نيجاتف. هي حامل. ادي اللي حامل فيه. الطفل اللي هي حامل فيه. في مشاكل ما فيش مشاكل. مبروك. ايه اللي هيحصل? هتولد. طب ماشي. ولدت. فالطفل هو نازل ابن اللي زينا الشقي. الشقي عمل ايه? هو نازل راح ناما شوي الدم يعني بصرا كده هي غاصة. قد الطفل غاصلها راح مفيش فيش اي اطفال. بس هو هو نازل كيه الطفل راح ناما شوي الدم. قد الدم بتاعه لونه ازرق كيه زيه. دم دم دم. وهو هو تولد خلاص. احنا ناما شوي الدم من جوه دم الام. تعالي نامك يا زون بس افكرك بحاجة فيش. ينفعش زيه اكتر من كده. اني دم الطفل الرماء كان. بوزيتف. بوزيتف. والام اصلا نيجاتيف. طب ماشي. عربية الشرطة وهي معدية ايه? عربية الشرطة الخلية المناعية وكان ده هي معدية. تمام يا جماعة دي يا تمام دي يا تمام. تمام ايه ده? في ناس غريبة. امسك امسك امسك. اه مسكناهم. وعملنا ضديهم انتي. عملناهم مضاد. تمام? الانتي ده اللي عملناه هنقول له كلمة. ده الانتي ده الزابط الجديد خاص. اسمه الزابط انتي. ملازم اول انتي. ساتة ملازم اول انتي. نعم. اول ما تشوف الخلالة البوزيتف دية. تسكتاش. اول ما ترمحها ما رجحها. تمام? تمام يا فاندي. تمام. وعدة الايام وديها زي الفل وديها سليم وديها خاصة احنا عندنا انتي. يعني عندنا بص حن عندنا سالب. وعندنا ادي الانتي. بتاع مين? وحملت في الطفل يعني يا خاص اصبح هتحمل. استيك 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 استيك. جي الطفل التاني. قادل الطفل التاني. الطفل التاني بوزيتف. ثانية هتقول لي ايه? ثانية مش ده بوزيتف. ده احنا فيه زبط عندنا. اسم ملازم اول مين ملازم اول انت اول ما شايف البوزيتف هيديله على عينيه. اه الحمد لله بس في في مشيمة في جدار في حاجات كيف مش هي في عدي منها. بقى انسيت اقول لك ان الفواتة دي ملازم اول يترقى. واصبح نقيب. سيادة النقيب انت. وده ماله. وده ينفع يعدي عدي من المشيمة. ليس على حيات كتيرة ما شاء الله. فهيعدي في المشيمة. هيدمح. او مش في البوزيتف هيدمحها فهيدمرجحها. مواتنا الطفل ما شاء الله. طب ايه الحل ايه الحل? الحل اللي احنا سانيك نعمل ايه? قدي لا مش اسيك. لا احنا قدي قدي حل. ان احنا او مش الطفل تاني دخل طب حلو. قبل ما يصل مفروض اياه بعد اولادة الطفل اولاني بتاخد حقنة. دخلنا الحقنة دي. الحقنة بتعمل ايه مفروض? حقنة دي لا دي حقنة اللي هي تبعالية. ده اللي هو بقى. هيشوف النقيب ده لا هيضربه. يعني ايه? يعني دي بتكسر الانتي ضدها. فيما تيجي تحمل في الطفل التاني اللي هو بوزدف هيكون موجود بس ما يفيش حاجة ضده. فخلاص. وهو هو طالع. هيمشور الدم. وبعدين الجسم هيكشفها. فهيعمل انتي. فهيديها الحقنة. فالحقنة تكسر الانتي. فهي تحمل التالت وتحمل الرابع. بسبب زيادة سكانية. وفي الاخر ما بلد. نفسي الفكرة. تمام? ممشي. وكده بيقول لك اهم من المسيدي تتجوز. اهم يعني انت خاصة انت كده مع مع حماك فانت اهم انك تسأله. اهم ان هو يسألك هو انت تسأله كمان. كمان هتسأله. هو اللي هيسألك يا باشا. اهم ان هو يسألك اا اا او كده يا ابني انت بوزدف ولا نيجدف. دخاني انت تتقدم كده فهو الناس كل الناس طبعين شغال ايه طب والفلوس وكده لا انت ايه بوزدف ولا نيجدف يا ابني. انا بوزدف يا عمي. لأسف مشاهم فانا نيجدف يا عمي طب هي بوزدف طب طب هنشع بس هو ده السبب. ممزقت تسأل حد ما قلت لها ما حصلتش نصيب ليه? اتنطلت لي بوزدف. وهو ايه نيجدف. تمام? فهيكون ده السبب. احنا كل شوحنا اللهم لك الحمد لك الشكر. الحمد لله يا رب. ايه ماشي. ده كل احنا اغلى الكملاء احنا شوحنا الفكرة عامة عشانا ما اجي اقرأ تكون فاهمة دي لها ماشي ازاي بيقولك ايه? عامل يعني تمام? بيكون فيها دي انتجين. اكتشوفت الاول مرة في سلالة من القرود. وكانت منجودة بنزل مية في مية. طب لما يعني مية في مية موجودة يعني بوزدف. يعني ايه اللي هي بوزدف كلها قول. في المنكة طب في البيبل ليه انه خمسة مين في المية عندهم الموجودة خمسة في المية قلناهم يا سيدي. بلازمة بتاعة الار اتش بوزدف او نيجاتف. طب ايه اهميته اصلا? والله اهميته عندك في نقل الدم. ازاي فللي? يعني ايه في نقل الدم? يجو يقولك ان ايه? لو عندك انت نيجاتف المستقبل انت عندك يعني مفيش ار اتش. فالشخص المستقبل ار اتش لأول مرة هيحصل حاجة اسمها نيو اجلومينت اكيور. مش يحصل اي حاجة. يعني انت عندك فين? ده سالب. يعني يعني ما يدوش ما يدوش. اعدوا لكم الحاجة صحة فتكار طيب. بس هطلع خلاص. انا ما كنت اعمل لك ان هو ان هي سالب. عايفة ان هي سالب? يعني ان هي معين دهاش. هو ده السالب. مش معناها ان هي عندها ار اتش سالب. اه ار اتش سالب معناها ان هي معين دهاش اصلا ار اتش. لما هو هو يشوف ار اتش سالب معنها انه هو هيشوف ار اتش. خلال ات Academic voice انا معي تفعحة انا معي تفعحة på каким you can. اكد ». یا انا معي تفعحة طب انا معي تفعحة mins on goつ, please بيقولك لما فلما هو يشوف لت اول مرة. بقى مش يحصل حاجة تب انا معين دهاش. طب Han the head of Bugs معقولك عندما يشوف الاول مرة. فمش يحصل الحاجة غرض اصف بيقول لك ايه? طب في المرة التانية ده احنا طلعنا انت وكام ده. اما شوف وكده. لا ده يحصل. وهيمولايز لو ازيل تخصصه في الدم. كمان. النقطة اخيرة اه 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 مش عهم حاجة خالص. بصوا خاصة قاعدتها دينا عندي. ايه? مش انا عندي ونيجاتف وهيصل كلها. الخاص بس بيقول لك انا انا عندي وعندي وعندي تمام? والله لو شخص ينفع ياخد ينفع الجوز حد حانية حانية خاص لأ ينفع سواء كده وكده ينفع الجوازه تمام? ليه لاني في حقا انا بتتأخذ. لما احنا لو نتكلم عن بوزدف. بوزدف ينفع ياخد من نفسه ينفع يدي نفسه اه? هو بوزدف يدي نفسه بوزدف بتعودة انها تشوف زيها فمش احسن اي مشاكل. طب حل طب ونجاتف ينفع يدي نفسه برضو وهو يعني ما يدوش ينفع الجوز واحد عنداش ما فيش اي مشاكل هم ما عندهمش الدم مش ياخد حاجة غريبة. طب ماشي. في حكاة الجنين وكده يعني. طب اه سانية ينفع يدي بوزدف. يدي بوزدف. ليه? ووالله هو ريتش هو الزكر مسلا. ويدا البوزدف اللي هي الانثة. فالابن فالجنين اللي حامل فيه يعني ما عندوش ريتش. فلما يطلع هامل شوية الدم. طب هو برمي شوية الدم. دول فيهم اصلا ريتش. لأ مفهمش فالدم هو بيعادي عابات الشوفة بتاعته. هتلاقي حاجة غريبة. مش هتلاقي حاجة غريبة. مش هتلاقي حاجة حاجة زيادة غريبة. ممكن تلاقي ان اه انا دم انا عندي ار اتش. انا ام عندي ار اتش بوزدف. طب الطفل الجنين ده ما عندوش ار اتش. طب انا شوفت حاجة غريبة امشوفش حاجة غريبة. الامل المستطبئ يا سات اللوز. تمام. اه اه طب سانية طب هين فعل بوزدف يدي سنة. طب ايه بوزدف هيدي يعني ايه يعني ايه اب يكون بوزدف ام هيكون نيجتف. يعني الجنين هيكون بوزدف. يعني هو وطوع لها كده خبز بق هيلم شوية دم شوية دم بتوع بوزدف. الدم نجالف الدم ينفهوش ار اتش. والجنين رمى شوية ار اتش. في العربة الشرطة بتعدي ثانية في حاجة غريبة. تلمحو فتمرجحو. مش تسكت له. تمام تمام تمام. اذا دي تحفظها الراسمة دي. بس حاليا بياخدوا حقنا زي ما قلت لك تمام. اه في البوزدف يدي نفسه. النجالف يدي نفسه. النجالف يدي بوزدف. لكن ليس العكس. تمام. في المرج في الزواج. آآ للأسف الفجأة الطالية بيفصل لكل الكلام بيتمسح. بس يعني الحمد لله بيتمسح لكلام الكلام الكلام الاساسي موجود. احنا قلنا احنا قلنا الاولى قلنا التانية هنشرحها. بين الاقلم. بصوا دي اللي انا شرحت لكم فوق في الرسمة. طيب الرسمة حاليا ممسوحة. بس دي الفكرة بتاعتها خلص. اراها مع نفسك لي فهمها. وقول لك المولود الجديد والكلام ده ونفس الكلام بالزبط. تمام? هنا ايه ملوح زبط. نهي. طبعا لو مريد لو الجنين ده تولد عايش هكون هكون تعبان اكيد. يكون عنده حالة من الانيميا وامرض وكده يعني. تمام? ايه وكده بيقول لك الاسر. بيقول لك دي اسم حالة مرض. فالمرض ده يعني المريد لو طفل لا وعاش في اسر ده مرض ده ممكن يقول لك يقعد مثلا ايه في الحامل الاول. تمام? لو استقبلت برضو في الكلام ده. يعني كم يحوظة كده. اللي هو يعني يعاني عاليين. بيقول لك لو عايش هستطبق امراض. وفي تاكسي وفي حاجات كده يعني. مفوت ازاي هتمنع? يعني مفوت انت بص دي بدماغك. انا هراها بزي انت فوت بدماغك. اللي هو ايه? اللي هو الوقاية زي الوقاية. والله مسلا السالي بياخد السالي. وحنا قلنا انت لما تروح لما تروح تقعد في محامات كده. فمفوض هيسألك لا ده حاليا. طب لما الطب يتطور لا ايه ما تطور. اه? زيك ابني عامل ايه? زيك الحمد لله اسمك اسمي طبعا انت عارف اسمك مش للسجاجة يعني. السزاجة دي. تمام? انت فانت تكون بقى خايف. يا رب اطلع نيجا دف ان هي تطلع نيجا دف زي او بوضيف. طب ماشي فانت تقول له انا انا بوضيف. فيقول لك اخسار هي نيجا دف. انت تكون زعلان. فتيجي تقدمك عصيف وتشوف شكلها. فتقول الحمد لله ان انا بوضيف. تمام? انا اسف انا بغي في حتات مفووم متغلش فيها. انا اسف. فول ما اتكلمش اصلاب ايضا دي. النيجا دف تاخد النيجا دف من. والنيجا دف وومن مست رسيف بوضيف من ايبن بفو ماريش. ماشي. اه. ما كيف بيقول لك ان هو النيجا دف وومن ماريز لو خلت بوضيف يعني من. شي مست جيفن انت دي. تاخد الانت دي. الانتي بوتيك. باي 72 ساعة من الولادة يعني. طلب طبعا. الكروس ماتشينج تست. اختبار المطابقة. المطابقة. لو اختبار المطابقة ده. اه خباك ان الكمة دي بردو ممكن تكون اه ممكن ان تاخده فوق انجيكشن يا زي تحقق كده. بيقول لك ايه في الاختبار ده. بيقول لك اد وان دروب ده حكي انه اختبار معملي. انت طب زي هتعمل زي هتعرفه بسنة اتنين دول. انت هتجيب كده عينة تمام? زي بتاع او بتاع اللي هتحط عليها العينة. هتحط الدم بتاعه هو. الدم بتاعها هي. فوق بعض كده. مقطتين. تعم? بيقول لك انت هتعمل ادروب ادوان دروب اوف اه اسمشنز بلازما. اه اه المستقبل المعطي. ماشي. ما كان هتشوف اي حصل ايه. والله المفروض يعني لو هما الاتنين. وبقول لك انا ايه. اه سلز اه وان دروب اوف دونالد بلازما. اه اه لو ما فيش اي حاجة مش هحصل اي حاجة. لو هم هتنزعي بعد. طيب لو حد فيهم بتاع كده يعني وهتكون غلط. او المستقبل هيكون مستقبل والمعطي فتلاقي حصل تخسر. تخسر في الدنيا. طب ماشي. والمفروض ما حصلش تخسر. عشان تعتبر ده اامن. بعد مؤشرات فصل ممل. والله ده ايه ده انا تهقت. فصل فيه كمية ملل. ايه مسحة. بيقول لك ايه فيه? بيقول لك كان عندي اللي هو اللي هو اللي هو مؤشرات نقل الدم. عندي اللي هو ما يكون فكر الدم. طب ده ممكن يكون ايه? ممكن يكون من نزيف. عندي اللي هو البلازما لوس. ده ممكن يكون من فقدان بلازمة من حرق شديد. عنده كايتوبينيا ده اللي هو ايه? ده اللي هو كده. وده ماقص في عوامل التقصر او في السيولة. وعندك سيفير انيميا. ليه الانيميا للش حد او شديدك. اللي هو الاحتياطات بتاعتك. الاحتياطات بسطو كده كلها سهلة يعني. اللي احتياطات بتاعتك. اه تاخد النفس اختبر ده هو زي اللي فوق ده. اللي فوق ده نقطة ونقطة الكلام ده. الدورة المعطي لازم يكون ايه? لازم يكون زي سن مواسب. اه ماندوش امراض يعني انت خلية انت مش عايزه كمان بوضي فانيجل لا انت هو تخلية انت واحد عنده عنده بتاع بكبد. لا فينفوض يكون يعني محتوش عن امراض كده. اه ده ده ارتيريا بلود بريشر. ارتيريا بلود بريشر. اه اللي هو هم يجبين. تمام? وبلد شود بي فرش. فور فير اه اه احف؟.väدي كالسيمية. لو خايفوا يعني للمين يا دم يكون ايه? ايه هفريش ديbrandة ولحسي him would to dri é say yeah. خايفهم من مخاطر من فرط تاسيم ولا ايه. نحفظها كده. هفور فاضل اي تاني ده فيه. وعددي ايه هو وعدقة بلود. ايه اللي هو اي تاني اي دي ما هوенная اي دي اللي يعملها Reserve النقل. يعني انا عملت دم غير متوافق ايه اصار النقل? بيقول لك سيفير بين رقم واحد قلم شديد رقم اتنين هيمولايزرز وخلي بقى ان دي اللونها غير ما اشعران اللي فاتت فتفتكت دي اشعره مسلا اشعره من وضع الكتاب اللي كاتب التنصير اعرفش سينا اتوقع ان لو هتيجي بتحامكو دي جديد يعني لو هجي في بتحان حتة من فكتس هتيجي دي سيفير بين قلم شديد ماشي في الشيستو في الوين وكده اللي هو جون دس جون ده اسمه مرض اللي يولينا فشل كلوي اللي هو فشل قلبي يعوز بالله من كل امراض يعني او اللي هو الالتخاء او الانتظام ارتخاء وعدم انتظام عضلة القلب وكده الحدسية رقم سبعة ماشي معني بيبدأ الكلام عكس اللي هي قواتة الدم الحمرة اه قواتة ضمن اللي اسمهيني البيضة وهي اسمه التاني اللي هو اللي هي قايتس بيتشار بيقول لك ايه فيها بس هنعدل عليها بسرعة جدا تعالى من الصعب يعني بس مهمة بس مهمة بس مهمة بيقول لك ان الكائنات اتقسمت لنوعين النوع هيمو والنوع اللي هو اا اا اقولها لسلا باي كيلو او باي كرو سيرمك انا كان النقطة بتاعها ايه وهنا هيمو سيرمك. على حسب ايه ده? الوضع ده دي بنيج على حسب ماشي. بيقول لك كيف النوع الاول اللي هو معنا ايه اللي هو كائن اللي كان هم منزليين كده اللي هو سبتين حرية طبعا. زي مين زي انا وانت والطيور والساديات وكده. والدول تحفظ لهم ممكن ان هو النوع ده ده النوع ده ملو. ده سعبي بتاعها. النوع بتاعها سعب بيجي اتقصر بيها على حاجة. الطيور والساديات ينتموا للفئة دي. حيطة اللي بعلمها لها دي معوضة اسئلة. عشان كده هي اسمها ايه? الوارم بلد. تعالى فدكوا يعني ممكن يجيب لك دي معوضة سؤال. يجيب لك اللي هي ايه? دي ولا دي? لأ دي. طب يجيب لك مين اللي بتاعها سابت كده. يجيب لك الانسان ينتمي لأي فئة كده. ماشي. البلد كيلو وبعد كده ده برضو تاخد دي بيقول لك فيها ان ايه? لأ هنا النوع بيكون نوت ده مش سابت. ده بتغير او بتراوح النسبة بتاعته على حسب الحسابة للبيئة على حسابة حاجات كتيرة. بيقول لك بعد كده اللي هو اللي هي ايه دي بالعرب اللي هي البرمائيات والحيوانات اللي هي المائية وكده والزواحف. برمائيات والزواحف. دول ينتمي لفئة دي طب احنا عارفين. هي اسمها الكولد. ماشي. دي مواضع اسئلة دي كلها اللي بعلم عليها. بعد كده تلاقي الكلمة هتابة. اللي بقول لك ان هي ممكن هيس على اه من خليل المكان يعني كليل تمنى متر. وده في اجزاء اجزاء مخطيفهم للجسم. زي الماوس اه اه اجزاء الرجل كده نتعرفه من السياد اصلا. ماشي. بعد النورمر طب بيقول لك ايه في والله النورمر بيقول لك في ايه النورمر بيقول لك ان هو النورمر بيقول لك انه هو ازيه و ايه ثبات و ست ستة من عشر اه في هره اه a φ هره اه تمام ام يتراوح بين خمسة وتلاتي繼續 ثمانية من عشره غمسة وتلاتيين ب heartbreaking من عشرة. يعني اربعة وتسعين. من سيتة وتسعين واربعة من عشرة. لتسة وتسعين واحد من عشر في هرم. الارقام دي احفظها. تمام? اني فهاش شرح الرقام. بس انا بيقول لك ان ايه? خباك القياس في اجزام خلفة من الجسم. بيقول لك اني في الاكزري الاكزري يقل عن ودي موضوع سؤال يعني حيث دي كلها موضوع سؤال. ده سؤال تمام? بيقول انه بحوالي ايه? تقل عن بحوالي تاتة من عشرة او ستة من عشرة. طب تغيب عليك المعلومة انت عارف عارف منين? عارفنا احنا مش كنا ناخد الاكزري. مش كنا بنزود نص ليه? احنا قلنا ان مسلا هو الطبيعي. طب احنا هو هو اقل من تاتة من عشر او ستة من عشر فاحنا بناخده فاحنا بنزود نص. اللي هو كأنه بتاحهم يعني تاتة من عشر وستة من عشر هنا. لحد. لا ده اكبر من بحوالي تاتة من عشر او من عشرة. تمام? يعني خمسة من عشرة فهرا واحد من عشرة او واحد من عشر فهرا. طب انت كنت عارف مش هلكن ناخد القاسم الاور وكننا نقص نص. عشان كنا بنزل لمستوى الاورر. ماشي. معلين بالكلم معك على ايه. اللي هو التغييرات الفيسيولوجية وكده يعني. ماشي. ببدا يقول لك هنا ايه ببدا يقول لك العمر. قول لك في الاطفال البعض بتعنيتهم بتغيق حسب اي? انا حسب والله حرارة البيئة. في فيو دايز يعني الايام قريب بعد الولادة دي. بتقول لك بعد الولادة. ده بيكون بسبب ايه? الاولادة بسبب ايه? ايه بسبب ايه? نظام تنظيم الحرارة لا يعمل بشكل صحيح او مشاغلش بشكل مناسب. طيب ايام كان نعمت في الطفولة. في الشردين الحرارة بيكون اعلى بحوالي نص سليزيوس. اه اعلى من الادلت بنص بنص نص سليزيوس. ماشي. ده ليه? والله بيقول لك بسبب الفيزيك الكتير اللي بتحصل. تمام. اه ماشي. بكده في الالد ايج الناس يكبار في كده في السن. اه اللي هي بيلاكشن بلاياتهم يقول الانتاجة الحرارة بتاعهم بيقلي. بالتالي الحرارة بتاعتهم بتاعتهم خفض كريز. تمام? بيقول لك الفيميل لو النوع الفيميل اه اقل من او اقل في الحرارة يعني ازا بدي تنبيتش اس لس ليه? الحرارة بتاعتهم اقل. بسبب اللي هو يعني اسمها دي العربي اللي هو اه بتاع الايد. نظام الايد. خفض شيء خفض في الايد. خفض في المتبالك ريت. ماشي. بمقاعدة بالرجالي اه. طب ماشي وامتى برضو اللي هو اسناء الحيد فتت الحد وخفض قليلا. اه اللي هو زي الاختلاف اللي هو بيكون فاني. الاختلاف العموم يعني على فتاعة اليوم. فبيقول لك ايه في الصبح? عامل كده. تاني. في الارلي بيكون اللي بيحصل بيكون داكتر الحعرارة اقل بالنسبة 1 سلسيات. طب كتن بالنسبة واحد سلسيات. او بتنخفض الحعرارة من القضاء واحد سلسيات طب في الاختلاف النول הא� Mensiumoleng Какonde بتوصل لتوصل الفسيات. في اعلى حاجة و يكون اعلى من الطبيعة مثلا بواحد بعد الاكل. بعد الاكل. بعد الاكل داكتر الحعرارة بترتفع حوالي نص بسياتي السلسيات. elexercise بيفع الحرارة بترتفع ليه بسبب الحرارة بتنتج في المسل في العدلات السليب السليب الحرارة فيه بتنقفض وبيقول لها في مجدد النص ليه اصلا اعضاء الجسم يبدأ ايه ده والعضاء بتبدأ الشغل بتاع ايه ده وكل حاجة بتبدأ تهدا واي والريد بيقل تحت بتاع القلب اللي هو الحاجة العطفية وكده يعني اه بقول لها اثناء الحالة العطفية لما واغزة يعني في ايه بيحصل الحرارة بتزيد تمام اه ماشي اللي هي الدورة الشهرية بيحصل فيها اه بيقول لك في الفيميل اكيد في الفيميل ماشي اه بتحصل بعد فورا الحرارة بترتفع من مقدار نص لواحد اتفاع حد من مقدار نص نص سليزياص لحد واحد سليزياص اللي بس جيلك اللي هو ايه تغير مرضي او اختلاف مرضي وده بيكون ما احنا عارفين ماشي بصو دي ده تغير الاول وخص لحد نقطة رقم تمانية وده جاي ده تغير التنقل سماما بيقل يعني انت مفهود عارفها من خلال الاسيات وكده ارتفاع بيكون هيبرسميا او فيفر وطبع كل ارقام هنا مزكلكش ارقام فخلص والانخفاض وطبع الدكريز هايبو سيميا اللي هو التبازن الحراري بيقولك ايه فيه ريجوليشن بيقولك ايه فيه بس ريجوليشن او بولي تنبيتشر اه تمام ريجوليشن بتعبط انبيتشن مالو ده اللي هو الهيد بروداكشن المنتجة بخلي الجسم والهيد لوسط اللي بتفقد تمام بيقولك طب الهيد جين لو اكساف الحرارة او وبيتكلم عليه على الميكانيزمات اللي عندنا فييجي يقولك رقم واحد الميتابوليك يقولك ده وده موضع سؤال اذا ديه موضع سؤال ماشي بعدين اه بيقولك ان ايه مع كده بيقولك ماشي اسم الهيد متابلازم ما هي بيقولك ايه بعدينها بيقولك ان اسمور اسمور ديورنج ايه موتيبوليزم هي اكتر في الفات ليه في الفات ديني تسعة كالوري ودي اكتر واحده تعتبر. لكن في الكربوهيدرات بتديني اربعة ونص كالوري. من حيارة اما في البوتين فبتديني اربعة ونص. اسف. في الكربوهيدرات بتديني اربعة وسبعة من عشرة كالوري. في البوتين اربعة ونص. قصر بقى اكل يكون فات مش اقدر. غلط غلط غلط. ودي قلناها فين فين يا ترى اللي فاكر. انا اعتقد ان قلتها في محاضرة مادي اسية التمريد. نظري. تمام? تمامي. اه ما كده ماشي يقول لك الرقم اتنين. اللي هو بيقول لك ايه فيها? بيقول لك ان ايه? اللي هو خلال العضلة او النشاط العضلي. بيقول لك ان اه الحرارة بتطلع من عضلات طب بيجي لك سؤال في ابتحانة بتطلع من العضلات في وقت الراحة ولا في وقت النشاط الحركة ولا في كلاهما ولا لا شيء من مصابق. طب لا انت هتختار لا وانا ما اشتغل وعمل فايزا هتطلع لي هيت اه هتطلع لي هيت صح? بس هي كمان في الراست يعني هيت بس الاكتف دي بس غلط. في الراست برضو ليه? ازا هي بيقول لك ان هي بتكون بوس ودي ما تبقى. طبعا حسنا انا بصنا شايف انا بعلم عزاك على الكلمات. مهمة. اه مصل بوس في الراست وفي الاكتيفتي. ماشي. بعدين بيقول لك اه اه يعني النظامها حوالي ثمانين في مية من بتكون من يعني هيو الحرارة اللي بتطلع من عضوات اصناها الحرارة اللي بتطلع اسنها الاكتيفتي اسمها هي اكتيفتي. شكرا عارفيني المعلومة. بيقول لك ثمانين في مية من الحرارة اللي بتطلع الاكتيفتي دي بتكون من خلال العضوات الهايكلية. الاسكاية المسل. اه والهرمونات. ماشي. الهرمونات ما لها. والله الهرمونات بيقول لك ان السيروكسين والادرمينالين دول انكريز للهيد بوداكشن. طعم من خلال ايه? من خلال هما يسرعوا الانشاطة التسريع الايض او تسريع الانشاطة الايضية. ماشي. اربعة اللي هو الاشععة وكده هم. ودي مبكرة هنا وهناك فين هناك هناك اللي سانا قدوه دا اللي هو فقد الحرارة كده. في بقول لك ماشي بياخدها بوصل الاشعة. ام تدحصل? ثانية. هي مش موجودة الريديوشن دي. موجودة في فقد الحرارة وفي انتاج الحرارة. احنا في انتاج. ركز في كمية امتى ده حصل? تحصل لما تكون يعني زان البضي. لما تكون درجة حوارة الجو او البيئة اعلى من درجة حوارة الجسم. بيحصل ماشي. ده ايه? ده اه برودكشن يحصل انتاج الحوارة. او نقط لحب يكون هناك هيكون العكس هيكون ماشي. اللي هي الرعشة. ده دائما ان واحد اللي بيكون بردان يعني ان لو تسمح عطول في النزلات السنزلات الشديدة وكده يعني ان لك ده فجأة ايه? سخن وقيت له رعشة شديدة. هو قيت له رعشة شديدة بك يا سخن. يعني هو هو بردان. وبعد ما بردك قيت له رعشة رعشة وسخن. او انت كمان فرعشة بالزود الحارة اه. بيقولك شيفين جريفيرز شاكينج زوادي بيقولك ان هو اهتزاز الجسم. ان هو الرعشة ماشي. وده من خلال ايه? ماشي. يعني ده بيكون رعشة بيكون ايه حركة سريعة خالص من القوضات وكده. من قوضات العضاء والكلام ده. كان ده بحصل امتى? بقولك للك انا متعرض لبرد ان كنت طالع رايح يبتحان الساعة ستة صبع. يعني يعني شوف دق عينة مش مذاكر. وشايل هم يبتحان. وانسها مستني المواسطات اaat اضاخر فيها. بAustrian في تكنيكة اتزاكر اكيد في المواسطات. يعني المواقرة الواسطات دي لها غينة عنها تمان? اما اضاخر في البيت طب مع اهلي مش اعقد مع اهلي في البيت. مين اولا? مش اعقد مع اهلي في البيت. تمام متذكرة. طب حارض مع السباق في العربية يعني? لا من ده حارض مع كتابي فى العربية انك احنا متذاكر في وصلت. فانت وطلق الدين يا برد تك 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 تحس ان هي تك تك كده خلص الدين وبتتعش وتدفي ايدك. ليه? الرعشة التعرض لبرد. ماشي. ماشي. بقولك ان هو ايه يعني في الاخر? بيقولك ان اللي هي الرعشة ماشي بقولك ان هو ايه? خلالها بيتم انتك كمية كبيرة من الحرارة. كمية هائلة كمية من الحرارة. رقم ستة اللي هو براون فاتشو. ودي عبارا انسجة انسجة دهنية. انسجة دهنية دي بيقولك ايه فيها? بيقولك دي واحدة واحدة من نوعين. ماشي بقى بيقولك زي ازر اللي هو الاخر يعني بيقولك ان هو وايت. ان هو انسجة دهنية بيضا يعني. تمام? ده اللي هو ايه? ده اللي هو البروداكشن. اللوس لو فقد الحرارة. ما عدو ده? الحمد لله يعني خلاص ربع سعشرة نحن يعني. الفقدة حقا بيقولك في ايه? بيقولك ان هو اه ركز يعني حد اكثر بيكون ايه? بيكون خلال اسكن. تمام? لكن سمول اموند بتكون خلاص رسبيلاتوري. الكيدني. جي اي تي. سانية فينة دي بياتي بتاع تركت اه? تمام. جي اي هو الهضمي. تمام تمام. بيقولك ان فيرو منتل. is less. البادي. فبالتالي. ماشي. ونبدأ معاكل المكايز والانوعة وكده. بيبنا معاكل يقولك الكوندكشن. كوندكشن ايه 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 في الاخر. ما لها? اتركزي في النسب رقم واحد. الكوندكشن. عنا نتكلم في ايه? في النسبة التلاتين في اه تاتة في المية. نسبة تلاتة في المية. تمام? انا اسف انا اسف. ماشي. روح الفناني عندي ظهر اتفجأة. بنسبة مش عايف اكتب. مش عايف اكتب. واحد وصل للمرحلة مش عايف اكتب. تلاتة في المية. واصلا اظن في المية الناحية التانية مش مهمة. ايه ماشي. مهم. حد ده عليه لما اسمت الاسف اغري. تماما اه. بيكون بيكون ايه? بيكون اللي هو اه اه اللي هو زي النقل كده يعني او توصيل من جسم تاني الحاجة تانية. زي الكرسي زي انت ممكن تحط لك على الكرسي مسلا. شاطعت ليه نفسك تدفيت. انت ليه تدفيت? طيب. انت نقلت او وصلت تحرارتك ليه الكرسي. تمام. فاللي يجي مسلا بعدك يلاقي ان الكرسي ايه? لأ لازمش تدفيت. لأ لو انت مسلا زي لو انت مسلا بردان بس دي ماهاش علاقة باللوست دي. بتاخد بتحط لك على حاجة اصلا كان الشمس كانت عليها. انت بتتدفى. ليه بتتدفى? تاخد الحوارة منها. تمام? اه ماشي. وكده خلص دي قلناها الرادياشن الرادياشن الناس برضو بتاعتها كام? بتاعتها اه ستين في المية. تمام? انا اسف. اصلا ما عايفش اكتبه. بغي لمعمل زوم بصراحة. يعني لمعمل زوم كده? بصوا. اه شايفين? يا ايه. ده ايه الحلوة دي? اه ماشي. اه ماشي. لأ بتفكر بقى. يعني اللي هو بيكون اه بيكون فيها ايه? اللي بتنقشل الخليان ده كله يعني خلال اه اللي هو الخليل اللي هو المحيط. تمام? اللي هو الحمل الحراري. معناها كده. بقولك ودي نزبتها كام? خمستاشر في المية. خمستاشر في المية. ماشي. خمستاشر في المية ما لها? اه ماشي. اه ركز في دي. الفرست زي هيد اف كوندكشن. ماشي. ماشي. اه تو زي اير لهوا المحيط يعني. مليج من الجسم. وبتحمل يعني هي. كده بتوقع رقم واحد بيحصل بيحصل التوصيل. توصيل لهوا المحيط. ووقتين هي بتبدأ بسنا بيبدأ كان الهوا بيحمله. او بيحمل الحراري. ماشي يفاش كم كتير بس ركز في النسبة وركز في كامة اللي هو اللي هو التبخر او اللي هو اللي هو انت تحس ان حاجة مفلحسوسة يعني حسات غير محسوس. العرق الغير محسوس. العرق الغير محسوس. بيقول لك انا ايه بس بيقول لك لما المات تبخر تفقد 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 العرق الغير محسوسة. عرق الغير محسوسة. عشان كده احنا بيكون على بيكون حاسين بيها بيكون على دراية بيها وبالتالي اسمها اللي هو انتس لوا Haa. او انتس بول بس اللي هو اللي هو اللي غير محسوس. اللي هو الفاد ايه اللي هو الهالس للك اللي هو كلب يلعز ليه يلعز زي ELO pin birtDD اه كده تحسي اللي هو بيأخذ نفس الزي بتحسي بيأخذ نفس كده بنفاص بطريقةice اللي هو اخي بالك اللي هو نفس بسرعة وضحل يعني مش اخل نفس كلها ده هو نفس بسيط يضب ياخده طالعا ياخده لو نفس ضحل وسريع سريع ماشي وده يعني لي علاقة بمرتبط بيه التقطير اللي عادي تلاقي دي فيه لعاب كمان نازل يعني اللي يعني سلافيا لو مرتبط بتقطير لعاب ماشي انصم اني مال في بعض الحمالات زي ايه زي الدجس مشهور خلص دي اصلا مادوش غضة عراقية كده بتتم تبقيها من خيال ايه احنا قلنا الطبيعة سهل بيطلع من طب الكلب مادوش غضة عراقية بحيعرق في الجلد مش هيعرق في الجلد فهيطلع من تمانا اه وبالتالي هو ايه او بتقدي الهالس ده اللي هو بس الهالس بالساء على معظم ليس بالسين بعدين التنظيم هو كده ماشي بيقول لي فيها ايه بيقول لي التنظيم اللي هو بيكون في الهيبوس ودي موضوع سؤال كميتين دول موضوع سؤال وهي بتحدد وده اللي بيكون حوالي سبعة وثلاثين ماشي 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 بعدين بيقول لي ان هاي اللي هو بتشغل على اتنين سنتر او في ايه بيقول لي في ان هو ده بيكون فيه اللي هو دي كما هو مخاص اللي هو ايه ايه دي حاجة زي النواة كده او زي النواة اللي هي بتكون قدام الهيبوس المس تمام ودي ركز في كم انتيريور تمام ما ايه لكن ايه العصاب بها النواة دي او العصاب دي اللي تستخدم هنا بيكون حساسة جدا. ويكون اسمها اللي هو سيمو سيبتور سيمو سيبتور. ايه كان اسمها تمام? تمام يا سيدي. استيموليت بتحفز صالة دي كل احنا ما فيوش حاجة يعني. بس بيقول لك لو عملت ازالة او او حصل اصابة فيها دي هي تقدي لزيادة الحرارة عن كريز. طب ماشي طب الهيتجان. لو اتسابت حرارة نفسها. لا الهيتجان بيقول لك ايه. يقول لك ماشي ان اها بستيريور. بستيريور. مهمة جدا. هاي بو سلمة. نيوكليور بس. عندي بيقول لك ايه? بيقول لك والله اني. ثانية بس. اه نفس الفكرة برضو. او الاصابة بتاعتها بتادي هنا تادي انكريز. يعني بتادي الفول في الباطن باشا. لا احسن خفص درجة الحرارة. بعدين بيبدأ الكلام معاك في المكانزم بتاع الحرارة نفسها. تمام? فيقول لك المكانزم والله لو الحرارة كانت بتزيد. فقال لي احصل. فانا طب الحرارة بزيد اكيد حرارة الدم هاي يعني حرارة دم بزيد. طب لو حرارة دم بتزيد هو بيقول لك ايه? بيقول لك انا ممكن حامل ازا مسلا هنا هاشرحها. لا انا حرارة دم بزيد طب انا عندي عشان انا اخد الجزم ينتظم عندي حاجة تاني هعملها المفروض. او ايه? انه هتزيد هعمل اتنين مكانزم. عشان اخليها طبيعية. ان اعزز فقدان الحرارة وامنق او انا اما فقدان الحرارة اكتره. هو حرارة زيادة عندي. لا لا انت حاول توطيها يعني خلي فيه فقدان الحرارة عززه. او امنع الحرارة تنتج? امنع انتج الحرارة. طب ازاي انا هتعزز اللي هو التعزيز? فيقول لك اه لما يكون الحرارة كريز? والله انت هتعزز عندك اللي هو الهيت لوس. تعرفوا القضاع? انت عايز تفقد. انت خليها تفقد شات حرارة. ماشي. الهيت لوس فروم. اتكلم معك ان هو ايه? عشان سبحان الله. بصوا بصوا انت فهموا. انا نبول ايه كمية تقسيمات دي. وقادي التقسيمة دي. نوعين. تمام? لا وانت من الاول خالص كمان. انت عندك قادي للهيت عندك نوعين. لوس وجين. بعد عندك المكانزم. المكانزم. نوعين. بعدين النوع الاولاني في ايه? يعني انكزم فيها نوعين. النوع الاولين اللي هو ده. في نوعين. كمية تقسيمات كتيرة يعني. يقول لك لما يحصل ان انا ممكن لو حرارة زيادة فانا ازود كمية العرق. اه. ازود كمية افراز افراز العرق. وبالتالي لو السويت السويت لما ينكريز. يزيد يعني. اه. بالتالي هيكون في مية اكتر. طب خلاص. هو هيكون خلال الجلد. الاسكن. اذا الحرارة هتبدأ فانخفض شوية. او او اللي هو انهاباتنج اللي هو تصبيط. تمام. انهاباتنج اللي هو تصبيط. تصبيط الحرارة. وده بيكون ازاي. ممكن هو بيقول لك تصبيط السمباتيك. السمباتيك سنتر. وده فين في البوستيريور. هاي بوطانس. ماشي. الخلاصة بيعدي ليه في الاخر. والله الخلاصة بتاعته خالص. فروس روسكن. اشتغل اشتغل. فروس روسكن. ماشي. يا لما حرارة تنقفض. او يدع تدفق انت ساعة ثانية. اما سمفتك. كندي بشتغل على اللي هو الكريوتونوس الا اللي هو الكريوتونوس او الكريوتونوس. الفازو. ثانية ثانية. معاش. الكريوتونوس. الفازو. ده ليشة ده اللي هو اي? ده بتاع الاوعية الجلدية. بتاعة باوسحها. فلما وسحها ان الدم هيبدأ تضفق. في فالجلد. وبالتالي. هيكون فلما يتطفق يسبب هيسبب ايه? والله لما يتطفق ويسبب كده هيسبب التعرق ماشي طيب لو انا هزا عم في هذي الفكرة عليها الدور وصلنا في هين وصلنا في البريفنشن تمام يا سيد وصلنا في دي النوع التاني احنا اخدنا بروبوشن اخدنا بريفنشن طب تعالك اشوف بريفنشن بقولك في ايه بيقول لك والله لما يحصل لص للحرارة فاللي بيحصل والله الهيد بريفنشن كدلك ايه اه ماشي لما يحصل الكلام ده انا بعمل تصبيط للميكانيزم اللي بتطلع الحرارة تاني تاني لما يعني الحرارة تبدأ تزيد احنا هنا تكون احنا نتكلم في الانكريز اخدتها باك احنا نتكلم في الانكريز فلما حرارة تزيد فحنا عايزين ان تبنيها مقنية حرارة زيد ينوع التاني بيقولك ان المركز ده بيمنع فاقدان الحرارة حرارة لما زيد لأ فان خلاص انا بيمنع فاقدان الحرارة للمركز ده حيا ايه هتمنع فكودان الحرارة هتمنع انتاج الحرارة لان احنا نعني الحرارة زيادة اصلا الحرارة عالية فان انا عاوز همنا اصلا الكفاية كدة واسه وقت كفاية فانا هعمنا الانتاج متى الحرارة متى الحرارة طب كده تمام ان كان ده زي بيقولك ان من خلال تثبيت انك تثبط العليات او الميكانيزم اللي اصلا بيساعد او بيشارك في ان ينتج حعارة. يعني شوية ميكانيزم انا اربع مسلا او كزا ميكانيزم دول بيساعدوا او يشاركوا في انتاج الحعارة. طب ما توقفهم خالص. دي الفكرة. طب بيقول لك when body temperature decrease لما يحصل decrease نقص لها. اللي بيحصل. والله كده معيك يقول لك ايه. لما يحصل decrease او كده او نقص بيقول لك هنا يبدأ ايه. وين بضي temperature decrease. بيرجع الجسم كأنه لحالته الطبيعية. طب ازاي ارجع الجسم لحالته الطبيعية لما حرارة حرارة ايه? يعني ايه حرارة ايه? نقول ان حرارة عالية انا هو سخنة. لا حرارة ايه لو عنده حرارة نقصة كأنه بردان. تمام? كأنه في برد. ازاي الجسم يرجع لحالة حالة الطبيعية? زي اللي فات زي اللي فات. طب هنا بيقول لك ايه فيهان? والله هنا بيقول لي في لما يحصل decrease للحرارة يعني السنتر عندي في البوستيريو ركز كومي بوستيريو هنا. هاي بوصامس كوز ايه كريتونوس ايه فازو كونتراكشن اه خلي بقى هناك ايه? هناك كان بفازو ايه ديوليشن هنا بيحصل انقباض او التضييق او ضيق في الاواعي الدموية. يعني معاعدة دمو اللي او كان عنك شكله كده. لا فهيكل. تمام? تمام. فيحصل اللي هو كونتراكشن. ايه كونتراكشن. طب ده يقدي ده. لا ثانية مش هو حصل ضيق في الاواعي الدموية. بالتالي في decrease في blood flow. في تدفق الدم. المين للسكن. وبالتالي هيحصل ايه سوزة? لا كده انا قللت او مناعت في قدراني الحرارة. لان انا بردان انا عايز احتفظ بالحرارة اللي عندي. طب ماشي. التانية promotion of heat production. ويقول لك اللي هو بعزز انتاج خاصة ان هو قفت ان حفقت حرارة. انا عايز انتك حرارة كمان. عشان اتدفة. والله عندي طرق تانية. طرق اللي هو ايه? اللي هو الشيفير. او الشيفير. اللي هو الارتجاب. الرعشة زي ما قلناها من شوية. طب دي ازاي بتكون? دي رقم سيبك ان هو بيقول لك ان ايه بيقول لك ان هو لما يكون دوقت حرارة الجسم بتكون لا وبتكون منخفضة. ايه في ان الرعشة او الرعشة. طب ده موجود في حتة حتة معينة يعني في لايبوس انا بس تحت فتحت المهد. تمام. ماشي لو هو مركز الحركة الاساسي الرعشة. طب هو اللي بس في الرعشة. ساني انا عندي الرعشة العضاءات بتشتغل بكمية كبيرة. تمام? ساني العضاءات بتشتغل ازا بيحصل اكتيفتي. بيحصل اكتيفتي ازا هيبدأ يحصل. فيقول لك ايه في يقول لك انه طبعا انك تكريب لخص باكينة المكان بتاعها. ايه يقول لك يتم انتاج اللي هو يعني اسنار ايه شيفرينج. انروميس هيتينج هيت اس بيوزد بيكوز اوف سيفير ماسكولر اكتيفتيز. انتاج حرارة الا بسوي انصطة العضلية الشديدة دي. طب ماشي باكين بيقول لك انكريز متوباليك ريكشن. ثاني ازاي حوال شغلت انك بيحصل هنا في خلص. ايه حركة عضلية شديدة او نشاط عضل جديد. بالتالي بالتالي بيحصل ايه بس. بالتالي بيبدأ ايه طبعا الحرارة تزيد فبالتالي برضو بيبدأ ممكن نحصل ماشي. بعدين زيادة زيادة الاتفاعات الايضية. ودي بتكون ايه? دي بتكون الرقم واحد معايا. وبعض المركز يعني. السنتز دي بتعم ايه? اكتيفيتد. بتحفز او تتحفز بواسطة ايه طب? افراز او تحفيز او افراز ايه طب افراز الادرينالين والنور ادرينالين. تحفظهم. تحفظهم في حتة ديه. بياخد دول. اظن شان هي. هسأل لك في المركز. ليه? ليه مش هسأل لك في المركز? لاني المركز في كل حتة سنتة. فاظن شان هسأل فيها. هسأل في حتة المميزة خالص. ده جدول بص في بصة كده يعني هو منخص لك الليلة اللي فاتت دي. ده البلد. وحنا شرحنا نص قطنق في فيديو. دي سا انا هصوي نص التاني يعني. يا مساحل يا رب. اخد لك كده بريك. اتخدش انت بريك. انت الفيديو كله وراء بعضه. حاول تخلصه. بس يا رب يعني. بسم الله. اه تحضر رقم اه هده في كده بسرعة. بس نحاول ننجلس في الكلام. اولا تكون انت بتعلي السرعة بتاعتي. لان اصلا انا بتكلم بسرعة. فانت هتعليني. فا اقفل الفيديو مش هتفهم. تمام? الجهاز اللي هو بتاع الكدني او الجهاز ده بتكون ايه? والله هتو شو بتاع كده بكدني العلوان? اه. اتنين كده. اتنين كليا. زوجين من الكليا. ان هو اتنين حليبين. المسانة واليوريسرة. تمام? ما كده بيبدأ يعني يقول لك ايه? هنا عدي على فانكشن وبسرعة خالص. رقم واحد اللي هسيبه انت يبقى رأي يعني. مش فعلا انه مش مهم. بس انا باخد لك الكلام المهم خالص. قدر الامكان. اللي هو بيبدأ يفرز المواد اللي انا هتلاحها بره. مش شوية ثانية مش كده دي بالصف الدم. بالصف ايه في مخلفات ايه اطلع. فهي بتفز المخلفات دي. بحيات سنزل في البلو كده. زي كده? زي اليوريا. ماشي. بعدين بيقول لك والله يا مينتين بتضبط الواتر بالانس توازم المية. البي اتش. بتضبط برضه. اه دي مهمة جدا. دي دي اعدية. يعني دي موضع سؤال. ليه موضع سؤال? ندير ربطة الشابطة الرقم بتاعت كدني. ايا كانت شابطة رقم كام. بشابطة البلد. ازاي? طبعا انت لو مركز الافتكر. تمام? بيقول لك ايه? وظيفة في تكمين الدم. احنا مش خدنا في تكمين الدم ان احنا عندنا اه في البون مارو. احنا قلنا اني عندنا البون مارو. لا مش مش بيتكون لو حديد الدم الاول. في حاجة بتجيله. لما خدناها في الاكسجين احنا ساعتها نفاكت. في الاكسجين. قلنا لا ان في حاجة مش مش بيجا مش بيكون كده في كبري في النص. ايه الكبري? واننا فيه الكليا. اللي احنا افطلنا دي الكليا. وان دي الكليا. بيتطلع هلمون. وهو اللي بيأثر. سيبك من الراسم والكامدة كله احفظ الكاملة هين دول. حتى كون انا قلطتها لحاجة انا وانا قلط اشراحها. بصوا بيقول لك انا ايه? بتحفز ايه? بتحفز ايه? بتحفز ايه? عشان كدني بتشارك في تكوين الدم انها بتحفز تكوين او تكوين الدم خلال افراز الهلمون ده يعني ده ايه? ده اسم هلمون وهلمون مهم. تمام. رقم ستة اللي هو الهلمونات وكان وظيفها هلمونية. فبيقول لك ان هي بتفرز مواد هلمونية وهي ومين كتيرة. زي مين تحفز كلهم مهمين خالص. بس ده انا شايفه مهم جدا ليه? تذكر معاك ادي. تذكر معايا فان? اه? مش معايا مش 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 بالزمن. والذكر معاك في بلد. فاة ملاء ده مهم. اه كل هم دول اسم هلمونات وتحفز ديه تركز عليه وبس تركز على الرقم. يعني هو هيسعى في حتة دي اعظم ان هيسعى في الرقم. ممكن العادة في الرقم ممكن. بس ما متوقعش يعني. اه ماشي. برضو بينظم في بلد بيشة. بنظم النسبة بلد كالسيوم او نسبة او مصور كالسيوم في الدم. بعد كده الاستراكشل بتاع الكيدني. الاستراكشل بتاع الكيدني. تمام? ثانية كده. اصبت. تمام? الاستراكشل الكيدني ما له. بص هو بيبدأ احاكي هنا. يقول لك اي? بقول لك دي هدي موضع سؤال. تمام? كل الكيدني فيها مليون مصفاية. المصفاية اللي هي مليون نيفرون يعني. تمام? بس. دي بتاع ايه دي اللي هو اه احنا مش خلفل مسلا في النيرف او لسه مش رحضش النيرف انا لسه ما الفيديو النيرف ينزل. ايه نزل? مش هناخده فيه ان اليونت او الوحدة بنائية للنيرف هي خليل العصبية. هنا الواحدة البنائية والوظيفية في الكلية هو النيفرون. تمام? فدي موضع سؤال. موضع الالف حاجة اسرائيل يسعج فيها ازاي? رقم واحدة مسلا ان الاتنين يسعج في الرقم ويلعب في زاي الرقم. والله يقول لك مسلا ان الاتنين كيدني فيهم مليون نيفرون? لا. اول اتنين كيدني في كل واحدة فيهم مليون او هما ياتنين على بعض فيهم اتنين مليون. ويعني ممكن بيسعج فيها. بسي مسبق اقل. وكان دي حتي ما كبير سيعج فيها خالص. نسبة كبيرة جدا. هي الواحدة الوظيفية للكيدني. يحطيك النفرون يحط لك مش عارف محفظ البومن يحط لك مش عارف الجدار الكلئة يحط لك مش عارف الغد كده كلام ده تمام? فهتكون من هيا النفرون يعني. ما كده بيقولك ان النفرون ذات نفسه بيتكون من ايه? ايه فكاين هو في اسمة كزا منكة اللي هي شكلها كده يعني. وكيمشي كده وشوية مش عارف ايه? عايز زي كده وكي هتنزل سنية هنا لقريبك يسمعها كده و يعني اسمة زي كده انت اخدتوها. اللي فكده اخدها في سنة ويطلع كده تكمل شوية حيات تانية وفي اخر الجامع والكلام. ماشو. تسيبك مرأس مع متن. بس هو بيقولك ايه? تبصوا واحدة دي انا اتوقش ان هو يسعل فيها يعني. بس هو بيتكلم معي لان بتبدأ من محفظ من بومن كابسول لحد تمام? دي معلومة الاولى. هي ايه? هي فيه بقولك الشعيرات دموية بتكون ايه من اول هنا لحد الجمرارس. هكيد بيقولك دي النقطة ونقطة تانية امبوبة اا كلوية. بيكون فيها الاتي. ملوك زي منها اا كونفولت لوب اف هنا ديستل اا كوليكتنج كده يعني. امم مش مهمين او بس يعني الفهم ونحسن يجيبني مسؤال. دي الاولى اللي هي ايه? اللي هي بيقولك فيها النبيب بتاعتب على الكلية او ملتفة قريبة. واللوب اف هنا اللي هي ثانية هنا بعد كده دي اقلعنا بيب بس بعيدة. دي لقبوبة اللي هي الجامعة الجامعة في الاخر الجامعة الكلوي او جامعة الانبيب. ماشي. تكوين اا هنا ممكن يسأل. بيقولك ايه هنا في اا في تكوين والله يورين بيقولك ان انا اا اا ايه دي عبارة ايه? دي عبارة عن تكوين ومش تنظيف الدم هو اصلا اا فلترة الدم مش هال الدم بينزل في الكلية اتفالتر طب وبعد ما اتفالتر مش يعني الوقت دي الكلية تمام? فقال الدم بينزل الدم بيدخل هي اتفالتر طب وبعد ما يتفالتر مش في حاجات مش كويس هتطلع اللي اصلا تشاهد فضلات هيطلع ويروحوا كده. وبقى الدم هيرجع تاعة زي ما كان وتلف اللف وينزل كده يعني. ماشي بعدين هي يقولي ايه? اا اا اتلازر او ماشي يقولي اللي هي ماشي اا اذا ممكن يجيب لي التعريف ده ويقولي التعريف ده بتاع ايه? او هو ايه? وظيفة اا فتكون اللي هي اليونان فرميشن. النورمالي الطبيعي من الف تلتمية ميلي ايه هو يعني عبعا ايه لهم عبعا ستة وعشرين في المية من من ناتج القلبي ستة وعشرين في المية بتاعته نزل بس الف تلتمية ميلي. ماشي. مالهم دول الدول بيدخل بيدخل الكلية. وبعدين الكلية بتطلع او بتفرز المواد اللي هي اللي هي مش محتاجها اللي غير مرغوب فيها. ماشي. اللي هو مع المية مع مية من الدم. وتوديهم يعني تعملهم كيورين. اللي هو اليورين تمام. النورماليورين الطبيعي. بيكون اا واحد لتر في الداي لواحد نص لتر. اللتر لليتر ونص. تمام. في ملحوظة كان دكتور حسام قالها. كان بيقولك ايه? عاوز تعرف كمية المية. ان هو بيشرحها ايه? هنقول لكم الموقف حتى. كان مش راحة في المدرج ساعتها. هو بيحكي يعني كان مش راحة في المدرج. فبيقول ايه? كمية المية اللي انت مفروض تشربها في اليوم. عبارة عن ايه? عبارة عن البول زائد خمسمائة ميلي. يعني بتاعك زائد خمسمائة زائد خمسمائة ميلي. فحتى في طالب سأله او انت هتسأل نفسك سؤال ده. طب ايه ده? مش روم كيكون طعم مش حل. وحقيتها مش حل يا مني. انت هقلت لك اشربه. مش هتشربه. انت هتاخد كمية اليوني. يعني عسلين مثلا. لو انت اليوني بتاعك في اليوم. آآ لتر ونص. لتر ونص. فانت هتزود عليهم خمسمائة ميلي. اللي هو نص لتر يعني اللي هو. نص لتر. نص لتر. ازن كمية المية مفوت الشابة في اليوم اتنين لتر. تمام? ودي بتقاصي زاي? يعني بتعاير يعني ان كان موائد ممكن تعملها كاستربة ولو كاتبازين يعني بتعملها ازاي? بالنظر كده. بتاعي كمية بالنظر. خداية اليوم. تمام? معلومة على الها مش. اصلا مفوت كنتش اقولها عشان مش وقت. يالا معلش. اي ده? ده جيب دك الديفرن ما شاء الله. اي ده شكل الديفرن. اي ده الشكل. بص في سطورة وقرع الكلام. تمام? تمام. ماشي. ده مهمة. وهيسألك فيها فين هيساك فيها هنا? بيقول لك ايه في الكلام ده? بيقول لك اا. تاكوين اي يورن فيها تات عمليات. رقم واحد اللي هي الجرومرز فلترراشن اللي بضيع بقى ترشيح. تمام? رقم اتنين الانتصاص. رقم بتاعتها اللي هو الافراز. تمام. طب ماشي. هنا بيقول لك ايه بقى ان الحزن عندك تحفظها. تحفظها جدا. بقولك بالعمال دي الفرطرة. وظيفة مين? يعني دي وظيفة دي. اذا تحفظ الكلمة دي كده. دي وظيفة مين بتاعت دي. طب دول وظائف مين? لأ دي هي دي. احنا رجع اللون بس عشان ايه? عشان دي احتمال كبير تيجي في متحان. لو انا هحط سوافة الجزئية دي بتاعت في النقطة دي احتمال كبير. دول من هم? دول فانكشن. دول فانكشن والله اللي هو الانبيب الكلوية. اه والنفرونات. تمام? تمام يا سيدي. بعد ايبدأ يكلم معك عن واحدة واحدة عن اللي واحديها تحت الفلترايشن وان شاء الله نكون خلصنا على كده من الحضرة. بيبدأ معك اول نهو يا سيدي يقول لك ايه ماشي بص انا عد لها بسرعة خالص. بس فا بيقول لك ايه? بتعمل لي كده تمام. هنا ايه بيحصف الفلترة قدام. صورو ماشي ان هو بيعدي صورو ماشي الشعيرات باي فلترايشن من برين. ماشي بصوتة الغشاء الترشيحي. طب ثانية بصوتة الغشيح ده بتكون من ايه? هنعرف بتكون من ايه دلوقتي. بينتها الطبقات. وهم كزا كزا كزا. دي موضوع سؤال يلا. هاد يسأل سؤال تاني. دي موضوع سؤال هاتتسأل فيه. يعني ييجي يسألك. هو اول عملية من عمليات تكوين هو ايه? هي دي. اللي هي ده سؤال تمام? فاتت تركز فيه. بعدين يقول لك انا ايه ماشي. بيبدأ معك بتطع طبقات يعني يراهم انت بسرعة كده. اللي هو ماشي الكابراز الميبرين اللي هو في سكر لاير بتاعت محفظ البومان. اه لما ده ما هيعدي فيها البلازمة هتحصل لها فارترة. تمام. في محفظ البومان وكده. كل البلازمة كل 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 البلازمة تتفارترة. ما عادة. ما عادة بلازمة بروتين. ازا دي موضوع سؤال. تمام? ازا حتت. ان كله بيتفلتر. ما عادة اكسبت بلازمة بروتين. دي سؤال. ماشي. بعدين يا سيلي. النورمة بتاع جيف ار. اه ثانية اه اه تمام. في حاجة تاني بس كالاول. ازا فارترة استوائل تسمى هو ده وده موضوع برضو. يجبها لك كده ويجب لك دي اسمها اي. مش يجب لك اول نوع مسي كده اول واحدة في الفارترة اسمعين دي. لو عايز اصعابها حبة ان فارترة استوائل اسمها اسمها كده. دي موضوع سؤال. مع كده بيقول لك تحليل او اللي هو ايه? ده اللي هو الاختبار الاختبار بتاع ده الفارترة لو كده. يعني المهم بيكون احفظ رقم مية خمسة وعشرين ميلي في الدقيقة او مية وثمين لتر في اليوم. ده اللي هو ال جي افار. مش هم تعرف اختصار ايان. ماشي بيقول لك ايه? دي قوة يعني او القوة اللي بتحدد الترشيح وكده. فبيبدا معك رقم واحد اللي هو مكتب لك في نص ايه? اه في ماشي. بيقول لك فيها ايه? دي بتعتمي على الضغط. بيكون فيها الضغط. هنعدها لكها بس بسرعة. ماشي بيقول لك ان دي بتكون مسلا سيتين لمية ملي متر سيتين ملي متر آآ زئبك. وهي تتراوح بين خمسة واربعين. لو خمسة واربعين لسبعين فده يطبق بينهم. تمام? اه سؤال بقى لحيطة دي. ازا? تمام. ازا اه دي موضع سؤال بيقول لك فيها ايه? بيقول لك ان النوع بتاع الضغط ده بتاع بتاع الشعيرات او الكابرية ده ده اكبر انواع او اعلى انواع الضغط في الجسم. تمام? اعلى انواع اللي هي في الجسم. في يجي اسألك سؤال اللي هو ايه اعلى انواع? هتقوله دي. دي كيمة مميزة يعني. كده احنا الكيمة دي هنلاحنا نسألة كتير خالص خلال بقى لك ان هي ايه? دي رقم واحد بصتو. رقم واحد هي الفرست. رقم اتنين هي اللي لما يدخل الصفة وكده بالصفة. لأ وكمان ليه حاجتان يفاكرين في الاول خالص انا نسيها اصلا بس يعني افوقت عن نسيها اه ان هي الفرطرة اما دي من فها دي واحد. وادي كمان دي لها نقطة تانية اللي هو ادي نقطة دي تمام? وادي النقطة التالتة اللي هو ايه? اللي هو بيجي يتكلم في اللي هو وكده. نا تمام? ادي نقطة رابعة اللي هو التعييب ده. اه معلش كانت حازف فجأة. انا كنت بوضح في اسئلة وكده يعني. ده ده كله تشرح تمام? بس احنا وقفنا عندي نقطة رقم اتنين. بس افهم يعني دي اللي هي حتة اللي هي حتة المقاسة في اسئلة وكده تمام? وبعدين يا سيدة هتكلم لها ايه هتكلمك عن ايه. عن ايه. تمام? فان كان ده? كان ده في ايه. تمام? ومتابعها هو. ماشي. هتكلم فيها عن رقم واحد. عن ايه بيقولك ان هو الكوليدال ايه اللي هو الضغط الاسموذي. او حاجة لعلاقة الضغط الاسموذي. ودي ماشي. دي زيبك. والهايدروستاتيك بريشر. ضغط الهايدروستاتيك وكده. في محفظة بوان. او كابسولة بوان. كمان? بوما. اه دي بريشر في في الباومانج كابسول ماشي. ودي اسمها ايه? اسمها دي كلها? اسمها كابسول كابسولر بريشر. ودي اثبتها تمنتاشر ملي متر زيبك. طب هو عاوز يعرف الصافي. يعني انا بس هل ايه? انا ده في شوية هدي ده كله نزل. تمام? ده كله نزل. انا في شوية فلترتهم. وفي شوية تاني سحبتهم. يعني اللي نزل كان في اخي هبدأ اطرح. هطرح ايه? هطح او انا عاد عارف كمية الضغط. او صافي الضغط بتاع الترشيح. الصافي بتاع الضغط. بتاع ايه? بتاع الضغط. فده ما قاله. اللي هو سترنينج فورس. بعمل فرتريتنج فورس. نقص الري ابزوروشن فورس. بس هطلع لي. طب بس الفرتريتنج كام ستين في السوية اللي فاتت. وهنا هنا كانت مرة تنين وتتاتين ومرة تمنتاشر. اه تنين وتتاتين زيال تمنتاشر. ستين وكده. فخاص هطلع بعد شوية اللي بترزيبك. تمام. بعدين. الري ابزورو بيشن. بس منين منين. لقدم التبرره من الامبو ماشو من الانبيب. بقول لك ايه في كلام شفير حبة رغلية كده. بقول لك اللي هو عملا ايه عملية. اه 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 لو عملية انا بعمل في اه كني برجع في هالمية وبعض المواد للدم مرة تانية انا عايزهم تاني. يعني كأن الجسم يحاول يحافظ على قدر امكان. مفيش نقطة بحاول يفوتها. يعني يصفيك كده قدر يعني يصفي الدم بحيس ياخد اليوريا اللي كل ناس ده يوريا يوريا يعني اللي هو خالص ما فياش حاجة مفيد اصلا اكيد. تمام. احنا كنا بس فين احنا اه كنا تمام كنا هنا. حد بلد. ماشي. يعني زي ايه المودي مهمة. للي كوت امين واسد فيتامينات ودي بتمتص بالكامل وده موضع شوال. يقول لك ان الجليكوز يتم امتصاصه. اه جزئية ولا بتكامل ولا لا. يمتصر بالكامل. ماشي. على عكس مسلا ايه المواضي اللي غير مرغب فيها زي ايه. دول مش بيتم امتصاصهم اصلا. مش بيتم اعدي امتصاصهم. او بيبدأ اصفيهم فمش بيتم اعدي امتصاص بلعيتهم. اه ماشي. بعدين بيقول لك هنا اين. طب الكم ده بيحصل فين? لا وكم ده بيحصل مسلا بيقول لك ان اه بيحصل في جميع اجزاء الانبوب بتاعت النفرن. يعني في جاني الاجزاء اه يعني مسلا بيحصل فين? بيكون يحصل في. اه في الايبيب اللي هي الملتفة دي في الاول القريبة. بيقول لك ان السبعة اتمان بيتم فلترياتها. حوالي كم يعني? تمانية وتمانين في المية? اذا دي بتحفظ دي مهمة. اذا تمانية وتمانين في مية او سبعة اتمان. دي كمية جبيرة جدا خليب لكم يعني لو تمانية حاجة تنزله سبعة منهم سبعة ثمانية منهم. لا. فبيحصل في ماشي. اه دا كله ككلام عادي يا توبر. قولك ان هو السانيات او كام ده بيزيد في ايه مثلا هم هم بزيج الكوز العمان واسد الصوديون هتلاقي بتكرر معك كله خلي بقى بتاع السيام كالزيام البيكربوناتي الكلام ده شوية موعد تمام تمام يا سيدي الصبتينس طب اللي بتمتصم من اللوب اوف هنل من ثانية هنل او تانية هنل دي ايه دي بيقولك ان هي ايه بتكون الصوديون والكولورايد طب من الدستال اللي من اماكن الملتفة او نبيه ملتفة بعيدة او من طويل بعيدة دي الصوديون يا الصوشف الصوديون الكالسيام البيكربونات الووتر طب دي ايه اللي بعدها تعال تعال دي السيكريش دي لها الافراز الافراز في انت تعال انا بيبو كده بلك دي ايه دي عملية بتكون لها علاقة يعني هي عملية تاخد المواد او الافراز العنبوب ده عملية اني حس المواد التنتقل من البلد لفين من البلد لرينيلا تيوب لوز تمام زي مين كده كمسال برضو دي بوتاسيام الامينو الامينو ايه الامونيا اسف الامونيا 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 يعني بس ماشي يالله خيري ان شاء الله خدلك بريك